ما بين بقاء أو رحيل فريرة يحتاج الزمالك الآن للهدوء كثير من الهدوء تفوق الزمالك في الموسم الماضي وبنفس معظم اللاعبين والمدرب بسبب الهدوء الزمالك في حالة فنية غير جيدة منذ بداية العام لكنه مش في أزمة فرق النقاط على المنافسة مش كبير ولسه عنده منفسة كبيرة في البطولة الأفريقية وسواء اتخذت إطارة النادي نادي الزمالك قرارها ببقاء فريرة أو رحيله فالبحث دائم وحتمي عن الهدوء هدوء أكبر يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بص يا سيدي بص يا سيد تعال نقول شوية كلام بالعقل شوية كلام هادي سيبك من الخناقات والدوشة والمشاكل والحاجات اللي احنا بنعيش على طول عندنا دي في الكرة المصر سيبك سيبك تعال نفكر مرة بهدوء يعني هل الزمالك في أزمة هل الزمالك في أزمة لا لأ ليه لأ ليه لأ عشان فارق النقاط على الصدارة هو مش كبير هو طبعا وسع شوية بس مش كبير تقدر في المبارات اللي جاية تقرب فأنت لسه مخرجتش برة ما تساهم منافسة على الدوري عندك بطولة أفريقية مهمة عندك كاس جديد سيبك من الكاس اللي انت خرقت منه بتاع الموسم الماضي بس عندك كمان كاس جديد عندك منافسات كثيرة محتاج بسببها كثير من الهدوء طيب هي الحكاية فين؟ الحكاية مش بس مدرب مش بس جوز والدو فريرة ليه؟ ليه؟ أنا بقولي الكلام ده تقريبا في كل المناسبات في كل المناسبات مع كل الفرق ومع كل المنتخبات ما ينفعش أبدا أزمة فريق أو منتخب تتلخص طول الوقت طول الوقت الفكرة عندنا الفكرة عندنا أنه طول الوقت لو عندك أزمة فريق أو عندك مشكلة في فريق أو عندك مشكلة في النتائج في فريق أو في منتخب ماشي مدرب وقت مدرب غيره هي مش كده والله ما كده هي حكاية فين؟ هل جوز والدو فريرة عنده رصيد نجاح مع نادي الزمالك؟ نعم الموسم الماضي هو عامل إعجاز ومش محتاج بقى قعد أكرر أن الزمالك كان ظروفه عاملة إزاي واللعيبة والتشكيل واللعيبة اللي مشيت واللعيبة اللي ما كانتش بتتأيد وخلافه فاحنا كلها متفقين على ده 2014-2015 والبطولة غايبة عن الزمالك بطولته الدوري قدر يأخذها برضو في الولاية الأولى فعنده رصيد نجاح مع نادي الزمالك وما ينفعش أنا وإنت دلوقتي نختلف أن فريرة مدرب كبير 100% مدرب كبير 100% واحد من أحسن المدربين الأجانب اللجوم مصر حلو حط دي بقى على جمع هحط نفسي مكان صاحب قرار في إدارة نادي الزمالك فريرة ممكن في قط اللبس ما يكونش عارف يجمع اللعبين بشكل كويس ممكن فريرة في طرق اللعب أو النتائج الخساري الكتير أو فوق ضان النقاط الكتير مش هيعرفي لمهم تاني فالأحسن إنه يمشي عندي عندي ثوابة أو عفوا عندي حاجات منطقية تخليني أقول آه ده لازم يمشي منطقية مش بس خسارة مباراة أو تعادل مباراة طيب ممكن يكون السبب مثلاً إن أنا دلوقتي والله يا كنادي ما أقدرش أدفع له عملة صعبة وعندي ظروف مالية وإدارية فمضطرة ماشي الراجل عشان أوفر نفقاتي وارد زي ما عمل غزل المحلة مع بابا فسالي وارد حقك برضو كإدارة نادي أنا بقول لك اللي ممكن إدارة النادي تفكر فيه بس لو سألتني هقول لك إن فريرة رأيي رأيي مجرد رأي رأيي خالص ملوش يعني ممكن تقول إيه رأيي ده رأيي كريم ده غلط رأيي الرأيي إن فريرة يقدر يلم الفرقة تاني يقدر يحسن النتائج تاني لو الظروف اللي على الجنب دي أنا قلتها من شوية مش موجودة لكن بس نحسب المدرب عشان نتائج كم مباراة في الآخر لا وهديك دليل هديك دليل الراجل يورجان كلوب عمل نجاحات مبهرة مع ليفربول في السنوات الأخيرة وتحديدا السنة الماضية كان عامل أداء رأي جدا آخر نقطة في الدولة الإنجليزية يعني مع ماتشستر سيدي أخر منافسة فاينال تشاملز ليج واخر كاس الاتحاد وربط الأندية الإنجليزية عامل أداء رائع جدا الموسم الماضي الموسم ده ولا أسوأ ولا أسوأ حتى هذه اللحظة إدارة نادي ليفربول ما خدتش قرار برحيل المدرب أو حتى قلت برحيله نهاية الموسم ليه؟ هو عنده رصيد نجاحات يشفعله أو يطمن الإدارة إنه ممكن يرجع تاني يرجع تاني ده ينطبك على الزمالك وعلى الآهلي وعلى غزل المحلة وعلى الإسماعيلي وعلى المصري وعلى الاتحاد وعلى بيرامدز وعلى فرقه وعلى عائل يدي ومنتخب مصر الأول ومنتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الرمبي وكل الكلام ده لو تفتكروا في نفس المكان قلتوا على كالوس كيروش وهو ماشي بمنتخب مصر الراجل ماشي بشكل كويس يديه فرصة مثلا يعني بس دي حاجة قديمة عشان نقعد نايد فيها المدربين ما ينفعش يتقيموا إنك لما تخسر مباراة اتنين تلاتة تمشي كسبت اتنين تلاتة تقعد تخسرت اتنين تلاتة هتمشي وهكذا لأ لأ طيب تعالي ناخدها في سكة وطريق آخر قرارة إدارة نادي الزمالك النهاردة قالت إن هي هتاخد قرار في جزرال دفريق بعد نهاية الدول الأول مع مباراة فرقه يعني لسه مكمل مباراتين تلاتة ممكن يكمل بعد كده الله أعلم ناخدها من زاوية أخرى من زاوية أخرى يمشي فرير يمشي طيب البديل إيه طيب البديل اللي جاي ده لو أنا عندي ظروف في الفريق وقضت اللبس مش متزبطة واللعبة فيها عندها مشاكل واوا المدرب اللي جاي ده هيعرف اشتغل مع الظروف دي ولا لا طب أنا هعرف اجيب مدرب أجنبي ولا لا طب هجيب مدرب مصر طب المدرب المصر هجيب في اشتغل وهو في ظروف صعبة على مستوى الفريق في قضة اللبس ولا لا طيب المدرب اللي هيجي بديل ده هيبقى محتاج ياخد فرصة للموسم اللي جاي يعني يخلص الموسم ده ويشوف الموسم اللي جاي هيعمل ايه ولا هنحسبه دلوقتي تفاصيل كثيرة انا دايما ما عنديش مشكلة في قرارات الإدارات في اي نادي او اي اتحاد انا دايما تبقى عندي مشكلة في البلان بي الخطة البديلة ايه هل انت عامل خطة بديلة ولا مش عامل خطة بديلة طيب تعالوا اريكم اقول لكم كواليس اللحظات الاخيرة والساعات الاخيرة في نادي الزمالك فيما يخص كلام عن اقالة جوسفالدو فريرة او استقالة امير مرتضى منصور تعالوا اقول لكم شوية كواليس مهمة جدا يلا بينا اولا بدأت بوادر انباء رحيل السنائي البرتغالي جوسفالدو فريرة وامير مرتضى بعد مباراة الالي في قمة الجولة الاربعتاشر بالدوري وخسارة الزمالك بسلسية حيث دعى رئيس نادي الزمالك في مجلس ادارته لعقد اجتماع الطارق بعد المباراة بساعات قليلة لبحث مصير فريرة الا ان الاجتماع تم تأجيله لليوم التالي اللي هو النهاردة بعد قرار مجلس ادارة الزمالك بعقد اجتماع طارق لمناقشة مصير المدير الفني فريرة قرر امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة التقدم باستقالته من منصبه لرفع الحرج عن المجلس واتخاذ ما يرى مناسبا خاصة في ظل النتائج الاخيرة للفريق وبالمناسبة اجتماع حلالكم عارفين امير مرتضى كان عنده النية للاستقالة من قبل مباراة الاهل والزمالك هو كان مستني لحد مباراة الاهل والزمالك واللي هايحصر فيها لكن هو بيفكر في هذا الامر منذ فترة دي معلومة صباح اليوم الاحد اعلن رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي لتكشف عن نتائج اجتماع مجلس الادارة وبالفعل عقد المجلس جلسة استمرت ساعتين وفي نفس الوقت كان فريرة ومع اسماعيل يوسف وحسين ياسر محمدي وباقي افراد الجهاز يقودون مران الفريق بشكل طبيعي رابعا جلسة مجلس الزمالك شهدت حضور اسماعيل يوسف المدرب العام للفريق وامير مرتضى المشرف العام على الكرة وشهدت عدة مناقشات كان ابرزها تمسك امير مرتضى بالاستقالته والرحيل عن الفريق قبل ان يرفض المجلس هذه الاستقالة بالاجمع خلال جلسة ادارة الزمالك تم اجراء تصويت سري على مصير فريرة من خلال ورق يسود فيه كل عضوة يتم وضع الورق في احد الصناديق الخاصة وسامح رئيس نادي الزمالك بتصوير التصويت والذي كانت نتيجته تسعة واحد دون الكشف عن القرار او عن الافضلية لبقاء فريرة او رحيل يعني تسعة بيقوله يقعد او تسعة بيقوله يرحل ما تقالش بقى التسعة له ايه اللي بعد اثناء التصويت على استقالة امير مرتضى غادر مرتضى منصور وامير واحمد مرتضى غرفة الاجتماع لترك الحرية لمجلس الادارة والذي رفض بالاجماع قبول الاستقالة وتمسك ببقاء المشرف العام على الكرة في منصبه مجلس الزمالك قرر تعضيق الاعلان عن مصير فريرة لما بعد مباراة فاركو في الدوري لكن معالمه برنامج رقم 10 ان هناك عدة عوامل تحكم بقاء المدرب اولها هو الفوز في الثلاث مباريات المجبلة هذا الى جانب الدفع بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها في المركات والصيفي وايضا اعادة كل لاعب في مركزه الاصلي وتحسن الاداء دي شروط يعني عشان فريرة يبقى بعد الثلاث مباريات كل الحلول مطروحة في الزمالك خاصة في ظل تمسك امير مرتضى منصور واسماعيل يوسف ببقاء البرتغالي جزالدو فريرة مع الفريق حيث يرى السنائي انه هو من بدأ المشروع منذ قدومه الى الزمالك وان الصفقات واللاعبين الحاليين من اختياره ولابد ان يستمر معهم يعني امير مرتضى والكابتن اسماعيل يوسف اكتر الناس اللي حابين ان جزالدو فريرة يرجع طيب بص بقى بص بقى في نقطة مهمة جدا انه الزمالك الموسم الماضي كان في هدوء مش طبيعي في المنظومة انا فاكر والزمالك بيحسم لقب الدوري ووقف في نفس مكاني ده قلت الزمالك نجح السنة دي لانه لانه ركز جدا داخل منظومته داخل الفريق كان فيه هدوء مش طبيعي كانش فيه اي ازمات او مشاكل ما كانش فيه اي حاجة لما الفريق ركز في الملعب المنظومة كاملة ركزت في الفرقة الزمالك ناجحة الدوشة بتعمل خلل الدوشة بتعمل خلل اي مبررات خارجية اي مبررات او ازمات تعمل خلل طيب ده فيما يخص نادي الزمالك ولسه اكمل حديث عن نادي الزمالك بس عايز اقف شوية عند فريق المقاولون العرب بقالي كام يوم بصراحة بس بسبب الاحداث الكثيرة ما باتكلمش عنه يعني انا كل عرب فاز اليوم على الداخلية اتنين واحد في السواني الاخيرة في الديئة اربعة وتسعين تحديدة سجل الهدف التاني بعد ما كان متأخر بهدف في الديئة العشرة وبعد كده قدر المقاولين العرب يسجل الهدفين هدف في الديئة اربعة وخمسين وهدف اخر في الديئة ازمات لكم الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع اربعة وتسعين تحديدا المبرشة تردين في فريق التاخلية كليتشي في الديئة سبعة وتلاتين ومحمود طلعت في الديئة خمسة وسبعين ظروف صعبة جدا تعرض لها فريق الداخلية النهاردة ولكن من كل عرب هقف عنده كتير كتير فرقة محترمة مع مدير فني محترم وجهاز فني كبير دي الاهداف عشان قبل ما اتكلم عن التفاصيل اللي انا عايز اقولها فيما يخص المقاولون العرب عشان عايز اقول كلمتين يستحقهم فريق المقاول العرب بجهاز والفني واللاعبين بصراحة بص المقاول العرب واحد من اقل الاندية اللي في مصر اللي اصرفت فلوس كتيرة اللي عملت صفقات كثيرة اللي عمل دوشة في الدوري مفيش هدوء تام معهم جهاز فني قدير جدا بقيادة كابتن شوق غريب مجموعة مميزة من اللاعبين مميزة من اللاعبين وده دلالة في منتهى الاهماية حمنا نتكلم الآن في هذه اللحظة المقاول العرب في المربع الزهبي في المركز الرابع في الدوري الممتاز متفوق كمان على الزمالك اللي لسه فاضله مباراة بس في هذه اللحظة المقاول العرب في المربع الزهبي المقاول العرب اللي كان الموسم الماضي على وشك على حافة الهبوط الى دوري الدرجة الثانية بنفس الجهاز قدر ينقذ المقاول العرب من الهبوط طيب السنة دي لو سألتني ايه طموحك مع مقول العرب لو انا قدرت النادي يعني والله نبقى في مكانة كويسة مطمئنة في جدول ترتيب الدوشي لكن اللي بيحصلن في المقول العرب السنة دي لا اقرب حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة عشان لسه فضلناه كتير اقرب للاعجاز ما هو انت بص على المقول العرب كتشكيلة على لعبين على صرف وبص على جنبهم بص على المسابقهم حتى في جدول ترتيب الدولي الممتاز مش هتلاقي مقارنة فاللي بيحصل ايه جهاز فني محترم لعبين جيدين اللي انت محتاجهم اللي انت عايزهم وعلى فكرة في دلوقتي في المقول العرب لعيبة شباب مميزة جدا يعني بيتابع المقول العرب زي حالتي في كام لاعب كده صغير في السن هيلين وده اللي دبعا بالنادي به مع كل الاندية في مصر ما اتطلعوا لعبة صغيرة ما اتطلعوا لعبة صغيرة هتخيفين من ايه الراجل بيلعبه جهاز الفني المقول العرب بيلعبه وبينجحه بشباب شباب صغير شباب صغير ده في لعبة انا شفتها في المقول العرب عندها 16 و 17 سنة وبينجحه بيكسب مربع زهبي اما كله عرب واحد من اعضاء الجهاز الفني الرائع ده بكل ده كانت انت شاوي غريب هو اسم كبير في الكرة المصرية واحد من اهم الاسماء اللي مرت على الكرة المصرية واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية اسم كبير كنت بحبه جدا كلاعب ومتوسم فيه خير جدا كمدرب وهو راجل محترف محترف معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن محمد ناي جده مدرب فريق المكور العرب كابتن محمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا يا كابتن جده للأسف الصوت مش واضح اه يا حبيبان كده سماعك كوي اتفضل صباحا الخير يا رمي كريم وشكرا على المؤدمة اللي انت قلتها في حق النادي وفي الجهاز الفني وبحق انا شخصيا بشكرك مرة تانية وابتمنىك التوفيق دايما ان شاء الله كده وحشني جدا انت وحشني جدا واقل من حقك بكتير واقل من حق الجهاز الفني انا حتى مع زمايلي في الاعداد كل يوم اقول لهم انا عايز اخصص سيجمال للمكونون العرب للأسف مع زحمة الشغل بنلسأ او بنسقط ده بس فرصة النهاردة مع النتيجة النهاردة على الدخلية وفرص صعب جدا على الدخلية المكونون العرب ياخد حقه فانا بحييك وبهنيك كمان على المستوى من كلها عرب يقدموا الموسم ده ربنا يخليك يا كريم وربنا يدمها كده ان شاء الله انت صارت كده بإذن الله يا رب انتوا اكيد عشان توصلوا للمرحلة دي ده شغلة عظيم جدا يا كابتن جدو انت بتكلم في موسم اللي فات انت بتنقذ الفريق كجائز فني من الهبوط والسناء دي انت موجود في هذه اللحظة في المربع الزهبي عملتوا ايه وانا كنت لسه بقول قبل ما انت تخش على طول انه الفريق دوت على مستوى الصرف والصفقات ممكن يبقى من اقل الفرق اللي صرفت الموسم دوت ورغم كده انتوا عاملين انجاز رائع حتى هذه اللحظة كيد الحمد لله امكان احنا بدأنا الشغل من السنة اللي فاتتها كريم وكان موقف صعب جدا نادي الماولين كان الاخير على الجدول تقريبا وكان موقف صعب جدا وكان بقيله ست مباريات الجدول كان لازم تكسب منهم خمس مباريات على اقل عشان تقعد صحية اللي انت كسبتهم في خلال ثلاثين مباراة قبل كده انت كسب اربع مباراة بس انت مطرف اقتل ست مباراة انت كسب اربع مباراة او خمس مباراة كانت مهمة صعبة جدا يمكن كابتن الشعوي بصراحة يعني تحسب له جدا انه اخد الرزق وانه اقال لك لأ انكوش من الشعب والحمد لله بدأنا شغله وربنا وفانا ويمكن الخمس مباراة اللي فاتتوا ساعدونا جدا للموسم ده كريم ان انت حطيت ايدك على احتياجات الفريق وخطيت ايدك على ان انت محتاجة للموسم اللي جاي استنيت عن بعض اللعيبة اللي كانت موجودة اللي كانت تقيمة معظمهم اعمارهم كبيرة بدأت تتجمع لعيبة شباب من الاندية الفين وواحد وبدأت تطلع لعيبة من الناشئين عندنا عمر فايز الفين وثلاثة الحكاية ده عندنا محمد عبد الناصر في المستة عند ستاشر سارة بدأ يذكر ويقوش وفيه كما نيوسف العذب مع المنتخب الشباب كابتن محمود جابر بعد غضل ان احنا بدأنا ان احنا ندور في الناشئين وان احنا كمان حتى العاب اللي احنا نجيبها كان برضو ان عامل السن كان مهم جدا من احنا ننزل بعمار الفرقة الحمد لله طلع ناشئين وجبنا لعيبة من بره برضو مزيج من الخبرة في لعيبة خبرة تعقلنا مع عمد العيوائل وليلة ومحمد عيد ومع لعيبة شباب من الفين وواحد بره كابتن شوك كان عرفه مجاوم بالاسم من زائد ان انت يكون عندك محترفين صحيح من جيدين فالحمد لله ان احنا قادرنا نعمل توليفة مميزة بين اللعبة الشباب والخبرة ومن اللعبة المحترفين مهم جدا لما انت تجيب لعبة محترفين يا كريم تجيب لعبة تلعب مجيبش لعبة محترفين تقعد على الدكة اعتقد ان لعبة ملومش اي لازم بصراح فانت تدعونا لعبة مصرية احنا لكن الحمد لله اننا موفقين في اللعبة الأفوار طال حد للوقت اللعبة الأجانية من الموجودين الحمد للبيعات تماما بشكل كويس ودورهم واضح جدا مع اللعبة المصارية اللي موجودة معنا في السكواد وانجب زي ما قلت احنا ما صرفناش حاجة السنة دي ان اكتر لعب كبناها مثلا مع كابتن كريم خمسلية الف جنيه اه 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 يعني يعني ما فيش صرف تقريبا وفيه سقف كمان للعود اه اه ما يعديش اه ربع اه ربع واحد من باقي ان احنا نسمع منها طبعا فعد اغنى ده الشيء مهم جدا ان انت ان انت تقدر سيطرة عودة اللبس وان ان انت يبقى فيه سقف اللعبة ما فيش فرقات كبيرة بين الفلوس اللي بتاخدها بينها وبين بعض عشان تخلق حالة من الهدوء واقوق وما يحصل لكش مشاكل صحيح وش حد يجيلك فعد اغنى الحمد لله كابتن شاوي بتدار الموضوع ده بشكل كويس الحمد لله انتاجه ظهرة دلوقتي على اداة الفرقه اول والتجانس والحب اللي بين اللعبة وبعضهم يعني اعتمعنا ان شاء الله دلحالة تيجيطر موجودة الفترة اللي جاء برضه ان شاء الله صحيح الفترة اللي فايت دي فيها تغلق لكثير من اللعبين في المقرار العرب وبدأت العيون تروح عليهم انت ازاي بقى او كجهاز فني ازاي بتتعاملوا مع اللعبين واتطمنهم ان هم محتاجين بس يركزوا الفترة ديت وبعد كده تسيبوهم عشان عارف انه فيه اكتر من اسم كان فيه نادي يعني مثلا عمر فايد على سبيل مسلا عارف انه الاهلي كان مهتم بيه فيه اكتر من اللاعب عندك اللي بدأت تهتم بيه بعد التقلق والشكل الرائع للمقرار العرب في الفترة اللي فاتت اكتر طبعا نتيجة للشغل والنتاج الموجودة اكتر فيه اللعبة كتير هي دي العروض ممكن عمر رفايد من اهم اللعبة اللي بدأت العروض لكن عمر سينه لسه بغير والحمد لله بيهدي بشكل كويس والحمد لله بيهدي بشكل كويس والحمد لله بطولة افريقيا شهر الجاي يكون موجودة مع الكابتن محمود جابر نسباله فرصة انه هو اتقلق فيها وانه هو كمان يزود سياره وانه هو ياخد خبرة اكبر على مددل المبتخب أنه هي لاعينذрут انفريقيا اه ابتzet عنديي الحمدول لعبها كبيرة لكن اللعب الحمدول دحات دلوقتي مركزة فاننا احنا اننشاء الله نقري موسم قوي لكن اللعب اللي موجودة معنا انشاء الله اتكون الاخر موسم معنا يعني وهما كلهم من صرار وتحدي انهما يعاملوا موسم جيد وعكس الموسم اللي فاتن اللي فاتن صعب ع Whyneon فكل interactive running وانشاء الله انهما يعاملوا موسم جيد نفس الناس الموسم اللي كان يعني. هاي. كابتن جده كل جهاز فني بيبحاثت لنفسه مع الفريق بتاعه. اهداف للموسم. انتو هدافكو ايه بشكل واضح للموسم ده? اعتقد اهدافنا يا كريم مش عايز اه يعني اعتقد ان احنا الهدف الاول بالنسبة لنا ان احنا نجيب النقط لتعاني في التوري. نتعاني في التوري بشكل مهمئن يعني. هو ده الهدف الاول بالنسبة لنا. او ما نوصل للمرحال ده ان احنا خلاص جيبنا العدد النقاط اللي هي تطمن لنا البقاف الدوري. هم. نبدأ نبص من المرحال اللي بعد كده. هاile نا لان انا الموسم لسا 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 بدر جدا لسا مع خلاص نشو الدور الاول ومش عايزين اه يعني فاهم نطير باحلامنا. لكن لاااه نيضطها مرحلة مرحلة مرحلة. مرحلة الاولى اللي احنا انشاء الله ان احنا نحن نحن نحقق النقاط اللي هي تقومت에 لديها في الت mereو، او ما وصل للمرحال ده نبدأ نبص من مرحلة بعدها إن شاء الله طيب السؤال اللي جاي دوت يخص أو يبعد شواء عن محمد ناية جدو المدرب محمد ناية جدو أحمل أسماء الكبيرة اللي عبت في النادي الآلي الآلي خلال أسبوع هيكون موجود في كاس العالم للأندية تقول إيه للنادي الآلي وعيب النادي الآلي قبل هذه البطولة الكبيرة ممكن طبعا بطولة بطولة النادي الآلي محببة يمكن النادي الآلي وصلها سنتين لفاد وحق نتاج جيدة جدا وصل للمركز التالت اتمنى إن شاء الله إن النادي الآلي يقbrosوا من المشكلة قوية فيهم ناية جدو ونوعة إن شاء الله يصل للسيميم الفينال ويقابل أعتقد reachedarion madrid إن شاء الله يعني سيبيتهم إن شاء الله يخت mine toque mnex يعني تكون ساجة على أوكلاند إعتقدته tới متناول يعني إن لو كسب أوكلاند إن شاء الله يعني ويكسبها ويلاعب فرقة أمريكا الشامانات قريبا صح وإن شاء الله سيميم الفينال اللعبons heading madrid اتمنى إن شاء الله الأهل يصل إلى نواة الزياب الريام مدينس أبني إن شاء الله وكل حاجة في الكرة جايزة يعني النادي الأهل اللي دلوقتي بيادل شكل كواسي التاوي على مستوى التاوي اللي بدأت ترجع لفرطمتها اللي احنا نعرف عنها ونسواء اللعابة المهجين كمان اللي كان النادي الأهل بيعان منه الفطر اللي بيادل شحابة تقلق دلوقتي وعندك شريف دلوقتي بطلق وفي حمودة جنين وارجوع كهرباء ودعا عبا قادر ومعك صبي ومعك بشتاو ومع الصدق الأجنبية اللي جاية أعتقد أن النادي الأهل إن شاء الله يخش بمعنوات مرتفعة ويخش بسقوات قوي إن شاء الله يقدر يحقله إن هو يوصل لعاب النهائي إن شاء الله الريام ما تجيده ونشوف اللي هيحصلة مبرا إن شاء الله طيب آخر حاجة اشتغلت مع كابتن شاوي غريب كلاعب مع منتخب مصر ولا أنت اشتغل معاه كمساعد للمدرب بالفرق بالاتنين كي طبعا كابتن شاوي من الأسماء كبيرة كريم في الكرة المصرية لو أنت عبيت المدربين المصريين من اللي خدوا بطلاط على مستوى الأنبياء وعلى مستوى المنتخبات أعتقد أن كابتن شاوي هو أحد من أبرز المدربين اللي عنده على طريق المنتخب مصر ومتخب أولمبي وطلق أجيال يعني وأعتقدني بفترة لفدت الظلم يعني بعد رجوع من الأولمبياد تفق معك تفق معك جدا آه طبعا نواة ظلم وكان فيها حملة ضده بشكل شارس يعني الراجل اللي لسه كذبان في طولة أفريكا كريم وراح الأولمبياد أدى صعب من مجموعة صعبة جدا فيها أرجنتين وفيها أسبانيا اللي هو اللاعبة كابتن عب كاشر العالم قبليها وفيها أستراليا صعب منها وخرج من البرزيل اللي هي كسبة اللقب في النهاية صحيح أو ما رجع يتهاجم هجوم شارس جدا فما كانش ليه داع يعني تقريبا يعني فيمكن الظلم ضرور طوي جدا أنا أعتقد أننا لحد دلوقات أكريم ما بنقدرش أننا نقدر ناس اللي بتعمل تاريخ والنية بتعمل نتائج أعتقد أنه حتى لو كنت عايزة ماشي كابتن شاوي كمو كنت ماشي بطريقة أشك من كذا صح بعد أنت مثلا خلاص أنت مش عايزك كابتن شاوي مش يكون موجود مش راجع المرحلة اللي جاية لازم تكرم الكابتن شاوي على الإنجازات اللي عملها صح ونتقوله شبه أنا كابتن شاوي ورجع بطريقة شي يعطي أننا نحن محتاجين كأكورة مصصية أننا نعيد النظر في القضية دي من الناس اللي بتأتي وتحقق النتائج يعطي أنه لما أنت ما تكونش محتاجها أو مهميتها خلصت لازم تكرمها وتخرج الموضوع بشكل كوي بشكل شيء يعني عشان خاطر تأديرها للجهود والشغل اللي عمل والبطوات اللي حققها يعني صح أنا شابت أنه الظلم آه الظلم ويمكن الموسم ده بيرجع له بز من حقه شوية كريم من النتاجة الحاصلة دي إن شاء الله يعني لكن في النهاية كانت نشغل ورجل ممتع كشورني معا جدا أنا كمان شغلت معا وانا لعيب من المدربين اللي بتخليك تطلع كل حاجة عاملك معاملة جيدة جدا بتخلي كل اللعب يقاتي كل معانه يعني صحيح وكمان في التدريب كمان بيدينا مساح أننا نشتغل وأننا نتكلم وأننا نتشغل في كل حاجة فأعتقد إن شغل معاك كلاعب أو معاك فاطر جزيس فني أعطاكم ممتع جدا وأنتمنى يا رب إن شاء الله نعقد إدتكم إن شاء الله للفترة الجاية بإذن الله يا كابتن جدو أنا بتمندلك كل التوفيق وبهنيك على الفوز النهاردة أمام الداخلية وعلى أدايا المقنون العرب بشكل عام هذا الموسم أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد نايا جدو مدرب فريق المقنون العرب وبما إن الكابتن جدو فتح كلام على الكابتن شاوي غريب فهي فرصة برضو بصراحة أقول كلمتين من نفسي على الكابتن شاوي غريب الراجل ده مع منتخب مصر الأول السلسية الأفريقية الشهيرة كان دائما في الكواليس يتقال إن كان له جزء كبير من القراء مع الكابتن الكبير المعلم كابتن حسن شحاته يعني له جزء كبير في النجاحات مش مجرد شخص موجود في الجهاز الفني له جزء كبير من النجاحات تسلم مهمة المنتخب الأول عشان بس الناس يقولك تعالي بقاها تحصيات المدرب بس ما بياخدوش وقتها أو ما بيفتكوش وقتها كان الوضع عامل إزاي تسلم مهمة المنتخب الأول في مرحلة انتقالية في منتهى الصعوبة ومش عايز أذكر الأسماء اللي كانت هي نجوم الكرة المصرية وقتها أو القوامل الأساسي للمنتخب في هذه الفترة عشان هي أسماء ما كانتش تليق إنها تلعب لمنتخب مصر بس كان مضطر فمرحلة كانت صعبة وما عدتش بشكل جيد مع منتخب الشباب برونزيت كاس العالم مع المنتخب الأولمبي كاس الأوم الأفريقية في الأولمبيات أنا لحد هذه اللحظة ما عرفش لماذا هوجم بهذا الشكل حتى هذه اللحظة أنا ما فهمش أه طبعا فهم إن الجماهير بتبقى عايزة اللقاء إيه لما اللعب البرزين نكسبهم أربعة ونلعب معهم مبارحل أو نهاجب ونسجل وبتاع بس احنا تعلمنا مع الوقت إنه فيه إمكانيات مختلفة ورغم كده هو في مجموعته طلع الأرجنتين وسعد مع أسبانيا يعني كان الطبيعة برضو المجموعة بتاعته كان أرجنتين وأسبانيا يسعده هو طلع الأرجنتين وسعد هو وأسبانيا واجه البرزين حظنا كالعادة يعني بناخد في قشنا المنتخبات الكبيرة اللي هي الرقم واحد خسرنا خسرنا بهدف على ما أتذكر على ما أتذكر هدف أو هدفين بس يعني كانت النتيجة برضو ما كانتش خسارة لقدر الله مهينة تمام جيت كابتن شوء غريب وبصراحة شديدة أنا استغربت جدا جدا إنه وافق على تدريب المقرول العرب الموسم اللي فات وقلت النفسي كابتن شوء إيه دا أنت أصلا يعني الناس طول الوقت جاي عليك فأنت رأى هتدرب المقرول العرب وبيهبط تم يديها هتحط برضو في السبيب بتاعك إن أنت هبطت بالمقرول العرب هتحط للأسف فيعمل إيه يروح يعمل إعجاز مع المقرول العرب ويبكي على المقرول العرب في الدوري الممتاز بنتائج شبه مستحيل تتكلف خمس انتصالات وربعة تقريبا من ست مباراة على ما أتذكر يعني الموسم الماضي نتائج مش طبيعية حتى على مستوى المقرول العرب تيجي السنة دي يطلع لك لعيبة شبه عشان واحد من من أفضل المدربين اللي في مصر اللي بيعرفوا يتعاملوا مع الفئات السنية الصغيرة كابتن شوء غريب فيطلع لك لعيبة صغيرة مع المقرول العرب يعدوا بشكل جيد يعملوا شغل محترم يعمل فريق محترم بشكل عام في خبرات وأجانب ولعبين صغيرين عشان بقى المقرول العرب في هذه اللحظة في المربع الزهبي في الدولة فبصراحة شديدة عشان هو كان دايما السهل ان احنا ننتقد الراجل له بصراحة في أيام صابقه السهل يعني طبعا يعني ايه اللي هو دايما المدرب المصري بيمتقد بسهولة أكثر من المدرب الأجنبي كمان بس احقاك الحق انا بقولك كلمتين دول عشان انا بحط نفسي مكانه تمام لا احتاج ياخد حقه دلوقتي فالراجل له عامل شغل عظيم عظيم جدا جدا مع فريق المقرول العرب وكان قبل كده عامل شغل عظيم أيضا بس كانش بياخد حقه طول الوقت في النهاردة على قال له المقرول العرب في المركز الرابع ياخد حقه شوية فتحية للكابتن الكبير كابتن شوق غريب نكمل فيما يخص الزمالك الزمالك اعلن التقدم بشكوتين ضد محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الاهلي الشكوى الاولى بسبب اشراكه في القمة الزمالك شايف انه مشاركته اصلا هي مشاركة غير صحيحة وغير شرعية وانه لسه فيه قضايا وفيه مشاكل وفيه اقاف وفيه حياة كده فدي اول شكوى الشكوى التانية هي هتبقى موجهة الى ربطة الاندية لمعاقبة اللاعب بسبب الفيديو الانتشر في الساعات الاخيرة واللي بيوجي فيها بحسب نادي الزمالك اسئات لجماهير النادي او لنادي الزمالك في حاجتين فيما يخصه كهرباء معلوماتنا يعني المعلومة الاولى فيما يخص كهرباء انه النادي الاهلي ينوي ينوي توقيع عقوبة على الكهرباء بس تبقى عقوبة سرية مش بس عشان الاساءة في الفيديو ده لا عشان الكهرباء كانوا ياخد تحذيرات كثيرة وكثيرا كلمت معاكم في الايام اللي فات انك متعملش احتكاك باللعبين مع الجماهير متكتبش حاجة على السوشال ميديا متعملش اي ازمة فالفيديو ده ده النادي الاهلي انه ده خارج تحذيرات النادي الاهلي لللاعب تمام فالاهلي ينوي ينوي يعني ضقيق في كلامي ينوي لكنه لسه حتى يزي اللحظة مفيش عقوبة على كهرباء السيانوي توقيع عقوبة على كهرباء هتكون سرية من ناحية تانية معلوماتنا بتقول ان رابطة الاندية حولت الفيديو دوت للاجنة الانضباط عشان مراقب المباراة ما كتبش حاجة عن الفيديو ده والمعروف انه رابط الاندية بتحول الفيديوهات اللي المراقبين ما كتبوش عنها حاجة للاجنة الانضباط عشان تتخذ ما يلزم ما يلزم دي الحكاية بتاعت الفيديو بتاع كهرباء بالنسبة لمهاجم النادي الاهلي الجديد في شوية تذوق كده وبصراحة تحية كبيرة لإدارة النادي الاهلي ومسؤول لجنة التعاقدات في النادي الاهلي ان فيه تكتم كبير عن صفقة المهاجم الجديد حاولنا احنا بقى ايه نعرف شوية كواليس مش كل شوية كواليس عشان اللي اعكدوا لك واللي قدر اعكدوا لك دلوقتي انه فيه كتير قوي ناس بتكتب وما وقع 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 انه يقول لك ايه الاهلي حسم الصفقة الفلانية الاهلي لم يحسم صفقة المهاجمة الجديد حتى هذه اللحظة لم يحسمها اطلاقا بس الكواليس ايه ايه الاسماء المطروحة دلوقتي او الاهلي وصل معا لحد فين تعال اقول لك اولا النادي الاهلي حتى الان لم يفقد الامل في صفقة المهاجم الكنغولي جاكسون مونيكا لعب شكتاش التركي رغم المطالب المادية التي وصلت الى 4.2 مليون يورو من جانب النادي التركي حيث عرض الاهلي 3 مليون دولار فقط ومستعد للرفع العرض الى 3.5 مليون يورو وهو اقصى رقم يعني 3 مليون يورو يبقى 3.5 مليون يورو وهو اقصى رقم ممكن ان يعرضه النادي الاهلي 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 كمان رفض فكرة استعارة اللاعب التي عرضها بشكتاش دي نقطة مهمة اوه يا جماعة الساعات الاخيرة الناس قالت انه الاهلي وافق على استعارة اللاعب احنا تأكدنا ان الاهلي رافض فكرة استعارة اللاعب بالمناسبة بشكتاش عايز رقم حوالي مليون ونص مليون يورو عشان بس يعرض اللاعب ست شهور وده طبعا النادي الاهلي رفضوا جملة وتفصيل نكمل على النادي الاهلي التفاوض مرة اخرى مع البرازيلي جوستافو مهاجم نادي جنبك الكوري الجنوبي حيث رحب ناديه بالعرض الاهلاوي الا ان اللاعب يريد الاستمرار في كوريا الجنوبية نظرا لرغبة اسرته لكن الاهلي بيحاول الضغط على اللاعب بزياد المقابل المادي المعروض عليه من اجل ضمه يعني فيه اتفاق بين الاهلي والنادي الكوري بس اللاعب هو اللي عايز يكمل معيش او يعيش في كوريا بسبب اسرته ثالث تم عرض التنزاني سمات لاعب مازنبيا الاسبق ومهاجم فناربخش التركي الحالي على مرس الكوريا المدير الفاني الاهلي الا ان المدرب رفض رفض اللاعب واكد انه ليس بالمواصفات التي يريدها وان الرغباته الاولى هي موليكا او جوستافو رابعا وضع الاهلي سيناريو بديل بتجهيز سناء هجوم اخر امام كوريا ولكنهما من الصف الثاني وليس الاول مثل موليكا وجوستافو وسيتم اللجوء الى احدهم حال فشل التعاقد مع موليكا او جوستافو يعني الاهلي عرض على مرس الكوريا كان اسم تاني اقل شوية من موليكا وجوستافو مرس الكوريا رفضهم تماما بس لو الاهلي التار كده كده الاهلي عشتبع حدراك عارف وعندك المعلومة كده كده الاهلي مش هيخلص سنائر إلا وهو عنده مهاجم ولو سألتني عن رأيي برضو لو انت هتجيب مهاجم زي موليكا او جوستافو هات لو ما فيش ما تجيبش ما تجيبش النادي الاهلي والزمالك والاسماعيل كل الانداف مصر ضغط الوقت مع انه مش لها كوالة كويس بفلوس مناسبة بيخليك تجيب اي حاجة فلا اي حاجة دي الاي حاجة دي اللي بتبقى فلوس كتير برضو بتضطر بعد كده ما تستخدمها ايش فالاحسن لو وانا نفسي الاهلي يطلع ويتكلم مع جمهيره يعني عشان جميع النادي الاهلي مستنينها مهاجم بس تطلع تقول لهم والله احنا كان عندنا اسمين واحد اتنين تمام والاتنين دول كان ارقام مبالغ فيها فما عرفتش اجيبهم اللي بعديهم حتى لو بقى ارقام اقل شوية مش ارقام يعني مش ببلاش بس بقى ارقام قليلها شوية هيبقوا على اقل من المستوى النادي الاهلي او اقل من الموجودين في النادي الاهلي فما عرفتش اجيب فيبقى كده احسن ده رأيي ده رأيي لكنك تجيب مهاجم وخلاص اجنابي وخلاص يعني في اسماء وفي في حاجات كتير اوي سابقة ممكن نقف عندها ومفروض النادي الاهلي والزمالك والاندال ما سيتعلمت من فكرة انه انا اجيب اي محترف وخلاص النادي الاهلي الاربعة الكبار في النادي الاهلي لعبين ومدربين ابتكلمك على مرس الكرة للمدير الفني وكابتن سعب حفيز مدير الكرة والحارس كابتن محمد الشناوي وعلي معلول وجهه تحية كبيرة جدا جدا لخالد عفتاح لاعب الفريق الجديد القادم من فريق سموحة وجههوله التحية على مستوى رائع جدا في مباراة الكمة وقالوا الاربعة انه خالد ظهر بشكل رائع جدا وكانوا فرحانين بمستوى جدا اضيف لك كمان حاجة مهمة جدا ان مرس الكولر عجبه خالد عبد الفتاح في مركز المساك المدافع وخالد عفتاح في عرفين زهير ايمن بس عجبه في مرات الزمالك عجبه ليه ان خالد عبد الفتاح هو الشكل بتاع المدافع اللي بيحبه مرس الكولر اللي هو اللعب اللي بيقع فيطلع بالكورة اللعب العقل اللعب اللي هو مش كهو خلاص اللي هو شبه محمود متولي ومحمد عبد المنعم ده المدافع اللي الكولر بيحبهم أو نوعية المدافعين اللي بيحبهم المدافعين اللي عندهم كرة لعبة اللي بتاعها تطلع بالكرة بشكل كويس تخلع الفتاح وارد جدا أنه يتوظف في المباراة القادمة حتى مع عودة المدافعين بتوع النادي الأهلي في مركز المدافع أو مركز المساك وارد جدا مارس كورب بالمناسبة حظر اللاعبين من التهاون أمام البنك الأهلي في المباراة اللي جاية وقبل السفر إلى المغرب للمشاركة فيه كأس العام الأندية وقال لهم أن المستوى اللي ظهرتوا به في الشوت التاني قدام الزمالك هو اللي المفروض تظهروا به من أول دقيقة قدام البنك الأهلي وبنفس المستوى والأداء وقال لهم أنه أي نتيجة غير الفوز هتعمل لنا دربكة أو لغبطة قبل كأس العام الأندية وإحنا مش محتاجين ده غالبا غالبا مارس كورب هيلعب مباراة البنك الأهلي القادمة بنفس تشكيل مباراة الزمالك نهارده أرسنل في قمة الدول الإنجليزي يفاز على مانشستو ينايتد 3-2 كانت المباراة 2-2 أرسنل في الشوت التاني دخل هجم على مانشستو ينايتد هجم وحشة قوي قدر يسجل الهدف الثالث في ديئة 90 عشان أرسنل يحافظ على الصدارة ويبعد أكتر بصدارة الجدول الدولي الإنجليزي الممتاز يعني الأداء النهارده المباراة كانت حلوة بشكل عام بشكل عام وأرسنل السنة دي شكله على الدولي ناوي وأرتدتة مدرب رائع جدا وكبير جدا بالمناسبة منشستر سيتي النهارده كمان أمام ويلفر هامتون فاس 3-0 بهاتريكلي هالند كالعادة يعني منشستر سيتي مرماش لسه المنديل ولسه مكمل منافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز طيب في حاجة على أهمش هذه المباراة أعيز أتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما أخذ مداخلة مهمة معايا دلوقتي النهارده مباراة منشستر نايتد وأرسنل أرسنل ومنشستر نايتد كانت أول مباراة في تاريخ الدولي الإنجليزي أو في تاريخ كرة القدم بشكل عام تزاع عبر التلفزيون عبر التلفزيون بتقنية 3-D أول مباراة في التاريخ تزاع بتقنية 3-D على التلفزيون هما عاملوا الفكرة دي في السينمات في إنجلترا بس أول مرة أول مرة المباراة تزاع على التلفزيون كانت سكاي 3-D هي اللي زاعت المباراة اللي بتزاعت دول الإنجليزي في بريطانيا وزاعت المباراة بالتقنية دي انت عارف يعني إيه تتفرج على مباراة كرة 3-D وانت قاعد في البيت أنا عارف إنه مش كل الناس عارفة تقنية 3-D بس 3-D ده هيخليك جوة المباراة تلبس نظارة كده وتبقى جوة المباراة يعني إيه عد جوة المباراة عشان برضا بحاول أوصفها أكتر للناس ما تعرفش تقنية 3-D يعني فيه لعيب عامل تاكلينج في واحد ودخل بسرعة كده وعمل تاكلينج جامده وزا اللي بيحصلوا في الدول الإنجليزي دي هتلاقي الستارز بتاع رجل قريبة من وشك الكون قريبة الشاط هتلاقي قريبة من وشك انت جوة الملعب مش في المدرج انت جوة أرض الملعب انت عايش الحالة والمطر جوة جوة النجيلة يعني مش عايزة قارن وبصراحة عشان برضو ايه هتلاقي واحد اللي بيقولك ايه وحنا مش عارف بنعمل ايه ما هي برضو محتاجة شوية شغل كتير يعني محتاجة أولا تلفزيونات تلفزيونات أصلا يعني ما عنديش تلفزيون بيطبق تقنية 3-D دي ما عنديش بس عايز تلفزيونات الناس كلها يبقى عندها تلفزيونات 3-D أو عدد كبير من الناس وعايزة تطوير في التصوير وعايزة تطوير في الملاعب وعايزة حاجات كتير قوي عشان نوصلها مش بقولني احنا هلازل نوصلها بكرة وشوفه عمله ايه وحنا نعمل ايه لأ بس بقولك ان الدنيا عمالة تجري جنبنا بتجري بتجري مش بتجري بتطير زي الساروخ زي الساروخ فناخد خطواتنا بس ناخد خطواتنا نقرب شوية لحد ما نوصل للمرحلة دي ان شاء الله طيب معنا الان واحد من الناس اللي اشتغلوا مع مانشستر يونيتد في وقت من الاوقات واحد من الاسماء المحترمة اللي اشتغلوا مع مانشستر يونيتد ولونا جمعا كابتن سيد فاروق نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي مانشستر يونيتد والمستشار الفني لعدد من الاندية بالدولة الانجليزية يا فندم مشرف ومنور شفت المباراة زي مباراة مانشستر يونيتد وارسنال انا عارف ان انت اشتغلت مع مانشستر يونيتد بس انت كمان بتشجع ارسنال شفت المباراة زي النهاردة ارسنال قدر يحسنها في اللحظات الاخيرة وكان الافضل بصراحة تحديدا في الشهود التاني لا ارسنال بصراحة المباراة كلها كانت مباراة ممتازة جدا كنيا والاتموسفير كانان في الاستاذ وبالنسبة للاتموسفير الموجود في استاذ الامارات بالراعية يختلف عن اي سنة وزي ما حدرتك قلت بشوية كده المباراة مباراة تاريخية بالنسبة للنعمة التلفزيوني لان قناة سكاين زاعت المباراة على القناة الخاصة بالباس السليف الابعاد والباس ده حاجة جديدة جدا وما كمان عملوها في اربع موض الباس في انجلترا في مانشستر ودبلن يعني مش في انجلترا بس يعني في المملكة المتحدة الزاعت في تسع اماكن في تسع اماكن عامة في مانشستر ودبلن وكاردس وإيدنبرا في اسكوب لاندر يعني ده حدث مهم جدا نعلم بالنسبة لظروف ناقة بالزيوني والتقنيات عامات طيب انا كنت عايز تسعلك على الموضوع ده الموضوع ده هدي اول مباراة مظبوط تتزع سري دي في الدولة الانجليزية سالس اول مباراة في التريف سالس طيب عشان نعمل حاجة زي كده مش بتكلم علينا يعني عشان يتعمل حاجة زي كده في الكورة انها تتزع سري دي وانا كنت لسا بشرح للناس يعني ايه مباراة تتزع سري دي ده بيبقى محتاج ايه اه مبدعين بيبقى محتاج تليفزيونات قادرة انها تستقبل الباس السلاسي بابعاد وطبعا تي بي كرو ومختلف خلص النهاردة كان عندهم اثنين تي بي كرو في الاستاذ وطبعا ووسائل نقل مختلفة كاملة يعني يجب المباراة اللي الناس بجلبسها في البيت يعني فهو الموضوع اكبر من ان انا بس اعمل الباس بالستريد وبيحتاج كمان من جانب المتلقي او المشاهد في البيت انه هو يبقى عنده النظارة دي وعنده تليفزيونات اللي يقدر يستعب البيل بس جربت انت التجربة دي قبل كده على مستوى السينيمات حتى اشنعرف انهم اطبعوها على مستوى السينيمات قبل كده اه فعلا اقربتها قبل كده جربتها ممتازة جدا يعني وزلنسبة للمداريات الاحداث الرياضية تبقى حاجة جديدة يعني احجاب اكسبرينت مختلفة خالص صحية كابتن سيد فاروق نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي منشستر يونيت ده المستشار الفني او التقني لعدد من الاندية بالدولة الانجليزية انا بشكرا شكرا جزياء على هذه المدخلة شرفتني ونورتني شكرا طيب نكمل اخبارنا تعرفين طبعا الحكاية بتاعة ميكالي المدير الفني لمنتخب الولمبي وعصام الحضري هو كان انباء عن رحيل الكابتن عصام الحضري عن الجهاز الفني لمنتخب الولمبي وان في مشكلة بين ميكالي والكابتن عصام الحضري الامور دي اتجددت تاني خلال الساعات الاخيرة وميكالي طلب او ابدأ غضب شديد من الكابتن عصام الحضري بسبب عدم تواجده في الاجتماعات الاخيرة للجهاز الفني رغم انتهاء مباريات كأس الخليج بالعلاق تعرفين كابتن عصام الحضري كان بيحلل المباريات هناك مباريات كأس الخليج وهو ما لاقهوش بيحضر الاجتماعات فأبدأ غضبه مرة اخرى ومرة اخرى طلب رحيل الكابتن عصام الحضري بين الجهاز الفني للمنتخب الولمبي وتعيين مدرب اخر كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الولمبي وعدوا بالتدخل وحل هذه الازمة في الساعات القليلة القادمة النهاردة الاثنين بقى نهاردة الاثنين منتخبنا الوطني هيواجه منتخب الدنمارك الساعة تسعة ونص مساء في ختام مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد المباريات دي اللي هتحدد كمة المجموعة وده هيفرق جدا في تحديد المنافس في دور الثمانية عشان كده للتحاد المصري لكرة اليد قرر صرف مكافأة خاصة لللاعبين لتحفزهم لحسب صدارة المجموعة منتخب مصر قبل المباراة النهاردة بيحتل المركز الاول برسيد ثمان نقاط وده المركز الثاني برسيد سبع نقاط وطبعا كده منتخبنا الوطني يكفي التعادل لو حقال انتصاري بحاجة عظيمة جدا لو تعادل هيتصدر ايضا هزي المجموعة نتمنى ان شاء الله توفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد حاجة تفرح حاجة عظيمة حاجة كبيرة منتخب اليد ده حاجة مختلفة تماما تماما تعايفة تتكلم على منتخب بينافس على كاس العالم بينافس على مراكز متقدمة في كاس العالم مش منتخب رايح تمثيل مشرف وسام ده مش بس البطولة دي في كل البطولات السابقة كانت معاكم من فترة عن فكرة اهمية انه يبقى فيه اخصائي نفسي في الرياضة المصرية الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص واحنا ما زلنا حتى هذه اللحظة في 2023 2023 بنتكسف من فكرة اشتشاري نفسي 2023 بنتكسف منها رغم ان دي بقيت موجودة في كل الاجهزة الفنية الفرق الكورة في كل الالعاب في كل الرياضات في كل شيء ليه في لعب في رياضي اول ما تتسلط عليه الاضواء بيحصل له خلل ما خلل فجأة انا بقيت مشهور فجأة بقيت نجم فجأة الناس كلها بتهتف باسمي فيحصل له خلل نفسي الاخصائي نفسي ده بيبقى مهم ليه بقى انه يزبط له البصلة شوية ايه ده خد نفسك انت لسه ما قدش حاجة يدي له شوية نصائح مهمة تخليها تعامل مع الحياة ده بشكل عام يعني مش بشكل علمي او بتفصيلي عشان بشكل علمي وتفصيلي هيكون معايا دكتور محمد دقصفي استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات الوطنية العدد كبير من الالعاب في مصر بعد هذا الفاصل هل ليكم يا حلم بحضراتكم مرة اخرى زي ما تركب كده قبل الفاصل ما زلنا في مصر فكرة الاخصاء النفسي في مصر تحديدا في الرياضة دي حاجة عيب دي حاجة ما تصحش ما ينفعش هيقوله عليك مجنون هيقوله عليك مش عارف ايه لكن الحقيقة ان احنا متأخرين جدا في هذا الامر ان الطبيب النفسي زي طبيب الاسنان زي طبيب البطن زي حاجات اه ما بتطلع لكش الم جسدي ولكن هي بتعملك مشاكل في حياتك كتيرة جدا تحديدا الرياضيين اللي هما بتحطوا تحت اضواء كثيرة هما اكتر ناس بيبقوا محتاجين الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي شرفني ونورني في هذه الفقرة الدكتور محمد صفي استشايل اعداد النفسي الحياتي للمنتخبات الوطنية وعدد كبير من اللاعبين سواء على مستوى الالعاب الاخرى او كرة القدم يا دكتور مشرف ومنور الناس عيد جدا بتواجدك انا سلام بحياتك انا عايزة عمد اخبرك ايه كله زي الفل الحمد لله المقدمة اللي انا قلتها لسه متأخرين احنا في القصة دي صح داك خلصت الموضوع يعني خلصت اه انه بس في القدم في القدم بس في القدم اكتر لكن في تطور في باقي الالعاب جدا اه بيجي لك ناس ويقول لك احنا عايزين نشتغل القدم والالعاب فردية العاب فردية العاب فردية طبعا كتير فالفكر بقى فيه وعي جامد جدا وعشان يعني اللعبة نفسها شايفة دا برا وعايشة في دا برا الموضوع قديم جدا مش جديد يعني هو الموضوع مهم جدا 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 وبيفرق وفي بطولات كتير احنا بنخسرها سواء في الالعاب الفردية او الالعاب الجماعية بسبب الحالة النفسية واللي بيحتاج اعداد نفسي ممكن اللاعب ممكن الجهاز الفني كلنا محتاجين اعداد نفسي صح عايز اقول لحضرك انت ممكن تفضل تعد البطولة مثلا سنة اثنين ثلاثة أوليمبيكس وطيفر نوع البطولة ايه تدريبات بدنية وفنية والكلام لكل بالضبط وممكن تخسر بعد يعني فترة طويلة من المجهود ومن التعب بسبب الحالة النفسية او عدم الاتزان النفسي بظافت لان كده معظم اللاعبة في الالعاب الفردية عندهم الوعي بتاعدها القدم شوية لا يعني في مشكلة كبيرة عندنا في الحد دي يعني وخالي بالحضر مفيش لاعب قدم في مصر مش محتاج اعداد نفسي صح سواء بنكسب او بنغسر صح لان اعداد النفسي احنا مش بنشتغل عليه في الوقت اللي بيكون في الاعب عنده مشكلة خالص ما انت في الدوري الاوروبي فيه لعيبة ما عندهش مشكل انت زي بس يكمل البروغرس بتاعه وفزي يبدو بنفس الفكر فيه لعيب لما بيكسب او لما بيعلى اسمه او لما النجومية بتزيد ممكن يقع طب تيجي نعمل تمثيلية لطيفة كده يلا بي انا لعيب كورة مثلا يلا وجيت لك لأول مرة حد قال لي والله يروح الدكتور صفي هيقول لك احنا بنعمل الاناساس لللاعب هي حسب اللاعبة بتاعته لو بنتكلم على كورة القدم فيه اكتر من شكل احنا بنشتعل عليه هي فيه شكل علاقة بالملعب يعني انا الشغل بتاعي الاساسي بيكون داخل الملعب وببدأ الشغل بتاعي من ديوان مع الجهاز الفني ممتاز يعني زي الأحمال زي الشغل الفني تبتشتغل معه جواء الملعب وده هنتكلم فيه عشان ده ليه شغل كتير قوي مهم جدا جدا ليه علاقة بحاجات ليه علاقة من ناحية الفنية مهم فده لازم يبقى فيه وعي عند الكوتش مهم يعني لازم الكوتش نفسه يبقى هو مدرك الأهمية المعجل نفسي عشان يسعيد ينقى اشتغل معي ممتازر دي عقم واحد فيه شكة تانية لو اللاعب عنده بعض المشاكل او الضغوط ليه علاقة باللعب مهم اللي هو مثلا ما بيلعبش مثلا اللي هو ما بيشاركش كتير فمتدائي جدا اللي هو ما بيشاركش كن فيه شغل مهم جدا لينا أثناء الإصابة وبعد الإصابة وفيه لعب بيبقى هو طول ما هو يعني بعد ما بيتعالج من الإصابة وبيتعافى منها بيبدأ عقله بيفكر ان الإصابة هتجلي تاني بيزداد فيه إصابات متكررة صح وكون انت بتفكر في الإصابة او ان هتيجي هتيجي او بيحصل لك حاجة زي خلل او تنس معين بتخلي عقلك انت برضو بتفكر في الإصابة دي ممتازر فده إزاي نيشتغل معي فيه بقى اللاعب اللي هو لعب مباراة او اثنين او ثلاثة وكان مش موفق فيبقى يعني السوشيال ميديا والجمهور والإدارة والضغط اللي عليه وبذات لو عقده هيخلص فهي هروح فين هاشتغل يعني بيبقى فيها كذا أكتر من حاجة ان ازاي العقل بتاع اللاعب بيقى مشتت ازاي تخليه عنده هدوء وثبات فيه حتة مهمة جدا جدا في القدم في القدم في الأوقات الكريتكال جدا لو انت مثلا بتلعب في ضربات الجزاء لو في فاول في آخر هتعمل ايه هيل لو حضاك فاكر يعني لحظة مهمة جدا بيحب اتكلم عليها دايما الجون اللي ودانا كاس العالم دايما بيحب اتكلم عليها محمد صلح ضربة الجزاء ضربة الجزاء دي هو محمد كان عمل لها حاجة اسمها تصوره عقلي هو من ضرب عليها في الليفربول لو جينا حسبناها بالشكل المصري الطبيعي بتاعنا هو كان فكر في التسعين مليون هيقوله علي ايه صح هجيبها يمين ولا شمال هتلقى بر عمرها مكتاتيجي صح هو كان عامل حاجة اسمها تصوره عقلي قبلها بيوم او بيومين ان لو جت لي ضربة جزاء هعمل ايه وقشوتها فيه مش هفكر في لحظاتها ولو حضاك رجعت للفيديو بتاع محمد صلاح هو حط الكورة ورجع هو مفكرش هو كان عارف يعمل ايه فده اللي احنا دايما بنضرب عليه اللاعب قبل المنافسة ان انت تعمل ايه في الاوقات دي هاي حسب نوع رياضة انك تعمل تصورات او توقعات وهتنفذ واحد اتنين تتربع رقم واحد تصوره عقلي رقم اتنين توقع للمشكلة هاي انا بضرب اللاعب بتاعي انا مش بستنى لما تحصل المشكلة وقوله طب خلاص تعالى نحلها بقى المباريات اللي بعدها لأ انا بحبت اللاعب بتاعي عشان كنت بقول حدك انا لازم اشتغل معه جوه الملعب احب اسألك على حاجة فيها انا عايز برضو ايه اخد بالك انا عارف انه دايما لما بنستضيف دكاترة محترمين بيبقى الكلام العلمي كبير ومهم جدا للناس مثلا انا بحب دايما نوصل لعقلية الناس البسيطة اللي يفهموا الوضع عامل ازاي انا لوقتي مثلا عندي مشكلة كلاعب مشكلة كبيرة انه زمان لعب الكرة او اللاعب بشكل عام في اي لعبة هو اخر وضع بيتحط فيه في مواجهة مع الجماهير وقت المباراة في المدرجات دلوقتي هو بيتحط في مواجهة طول الوقت على السوشل ميديا وانت في كل الاحوال مشتري تسعمل منه الموبايل تقول له لا ما تبسكش الموبايل خالص انت لازم ما تتعملش مع السوشل ميديا فانت محما قلتلي قلتلي كريم بقولك ايه في ناس هتشتمك هتنتقدك هتهجمك هاتهاتهات ما تردش انا ممكن هستفز في لحظة ازاي يقدر اكنترول على لاعب في الوضع ده الحتة دي حسب اللاعب وحسب بيئة اللاعب وثقافة اللاعب الشخص نفسه الشخص نفسه ولازم هو فاهم انت السوشل ميديا اضرارها ايه وازاي ترد في السوشل ميديا وازاي تظهر في الاعلام لان في بعض اللاعبين هو ممكن يتعامل بشكل طبيعي خالص فيضره والعجل صحيح الحاجة التانية ان احنا في وقت يمعين لازم بدخل اللاعب في حاجة اسمها العزل انه لازم اعزله عن كل المؤثرات الخارجية في بعض اللاعبين وده اللي ممكن يكون بيحصل في الكواليس يعني مش بيحس بيها الجمهور ممكن يكون جاي النهاردة معندوش ضغط من الجمهور ولا اي حاجة بس عنده مشكلة في فيته صح وممكن تبقى مشكلة بسيطة صح ممكن يبقى ابنه لقبض الله تعالين شوية عنده مشكلة معمرات عنده مشكلة معمرات ولسه مرتبط وعنده وتفرق ايه المشكلة او نوع المشكلة عزني المشاكل الناس ما بتاخدش بلع منها اللي هو ما له هو متضايق ليه اللي بيكبر المشكلة تفكير اللاعب في رأي الجمهور يعني هو نازل والناس هتقول علي ايه تمام فازاي اخلي اللاعب ان هو مايفكرش في حد وبرضو عندنا مشكلة كبيرة جدا في حتة المكسب والخسر انا دايما عندي مشكلة مع اللاعب اللي بيفكر في حتة المكسب عن هكسب والله هكسر انا ضد المسترح ده انا دايما بتكلم على الأداء تكلمني على البرفورمانس بتاعك ازاي تعمل أعلى أداء ليك شو لو في مثلا احد المتشوات في الدوري لو لديت فيه فريق تقضى بهدف او اتنين فالفرقة اللي كسبانة لو حاسنا انا اكسبت هيخسر شو والعكس شو فازاي عنده الاسبيرت شغال لغاية اخر لحظة وده اللحظة هتشوفه دايما في الدوري الاوروبي بالتحديد الدوري الانجليزي هو اللعيب نازل هو بينفز التسك اللي عليه لغاية اخر النفس كسبان خسراني ازاي يفضل ماشي ويطلع الون هندر برسنت فازاي تبقى فيه المنتالي بتاعت اللاعب ان هو زي يفكر بالشكل صحيح انا عايز اتكلم كتير عن موضوع الالعاب الفردية تحديده عشان اعرف ان انت عندك شغل كتير مع ابطال مهمين جدا في رياضة المصري بس عايز اخلص الاول الجزء بتاعة كلها تقدم اللي هي بتهم الناس اكتر اولا الفعل اكتر محتاجة الشغل النفسي هل في نادي في مصر اتحاد مصري جاء قالك قبل كده والله احنا محتاجينك تجي تشتغل معنا كده ولا محدش مهدم قدم ولا اتحاد عادي جيه بشكل فردي مش اتحاد اه مش قرار اتحاد حصل من احد الاندية ده اقرب حاجة من فترة قريبة وهو كان متخوف من دخول او زي هيقرب دالي اللاعبة خاف ان اللاعبة تفهمه بشكل غلط رغم ان هو هو اللي طلب كده بعض اللاعبة في دايما جوا الفريق هو حسب بشكل مش صحة شوية يعني اللاعب ده هيوافق ولا اللاعب ده هيرفض فردي فانا نفسه القاعدة نفسها مكادش بالنسبالي متعبة يعني هو مش مقتنع بالفكرة اصلا خارص وبقول لها دا جواده يعني انت بتواجه مشاكل انت لازم الاضارة تقتنع ولازم الكوتش نفسه يقتنع لو الكوتش حاس انه الموضوع ده واتفرع مش مهم فخلص مش هشتغل معك ومعظم المطاربين الاجانب فهمين ده وهم دايما اللي بقوا طالبين ده بس لو الاضارة مش مقتنع بده طب انت بشكل شخص بيجي لك لعيبة كرة بيتكلموا معاك بيسألوك بيشتغلوا معاك طبعا بيجي لك مش لعما اكيد مش عايز اعرف مش عايز اعرف طبعا المفهوم لسه بنتكلم على الثقافة فانت لو قلت اي اسم دلوقتي بقى بس بيجو لك وده مزعلني على فكرة مزعلك ده مزعلني مش انهما بيجوا طبعا يعني يشرفوا يا ربه ويا ربه كل الناس رغم ان دي لايف ستايل مهمة جدا يعني محمد صلاح بياخد منت طبعا يعني ده حاجة اضافة ان انت بتكون بتتكلم في الحتة دي او ان انت بتقول ان انت عندك والله لقد انا عندي دكتور تغزية عندي منت في بعض الحاجات المهمة جدا 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 ان كويس انا اقول ان انا بعملها كلاعب بس الثقافة مش موجودة مش موجودة خالص خالص في بعض اللاعبين عشان بغضو نبقى صريحة بقى عنده الوعي بس هو مش خايف من ده هو خايف من كلام الناس وخايف ان النادي يفهمه غلط ان هو عنده مشكلة وده بيواجهني في بعض المشاكل لان انا شغل اللي مش هيتم انا بشتغل على كذا مرحلة في وقته معي اللازم اتواصل مع الكوتش وفي وقته معي اللازم مش في اللاعب في الملعب وفي وقته معي اللازم هقول لها باك على حاجة بسيطة جدا 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 انت بيكون على في المطش في ناس هتغير صح كده يفرق كل اللاعب من التاني يعني مفهود لو انا يعني لو في حد مختص مع اللاعب لو ليت اللاعب هادي هينزل المطش ازاي ليت اللاعب متوتر هتسخنه ازاي تفاصيل مهمة كلها هقول لها حاجة ببساطة المدلك مش لازم اللي يشتغل في الحتة دي يكون حد في المنتل انا بدي حدك حتة ما انا مثلا في التدليك او في التسخين في مدلكين شاطرين جدا جدا مذكرين مينتل وبيدرسوا مينتل بيفرمها ازاي انت اللاعب بتاعي مستصار جدا ادلكه بهدوء ولا هديه وهو نازل يلعب دي النقطة في منتهى الاهمية جدا انا عارفها من بره مش بشكل طب يعني انه اللاعب اللي بتبقى متوترة جدا والنازل ده بيجي لها بصحابات بسرعة بيجي لها مشكلة بشكل عضلية بسرعة ودايما التغيير بيتم في الوقت الكريتكال جدا صح فانت منزل اللاعب ده انت عايزه ينفذ تسك يعني في لحظات صح فزيب عنده الهدوء والسابات نوة يعمل الحاجة فانت قادر تجاهزه بدنيا بس تنسيت انك تجاهزه نفسيا اللي ممكن تأثر عليه بدنيا طيب والتالي انه بعيد عن كرة القدم فيه ابطال كتير يشتغلوا معاك وده في العالم بقى يعني ده موجود من الابطال اللي اشتغلوا معاك وده الترجم لنجاحات اللهم لك الحمد كتير يعني لسه اخيرا ببارك لمحمد سيد سامي طبعا لسه واخد الحمد لله يعني ابطالة العالم في البحرين ولسه الحمد لله من من اقل برضو من سبعين كان في ايطاليا احنا شغالين مع بعض من 2019 منعرف سوال ليك مع ابطال كتير وانت بتتكلم كم الابطال الحمد لله طبعا اولمبياد دوك كداخل حاكا هي هداي ملاك والجنة فاروق موظم اللاعب في الالعاب الفردية هم عندهم الوعي بتاع الاعداد النفسي وهم اللي طالبين ده مش لازم انا يعني في اكتر من حد من اخواتك انت كنموذج يعني كنموذج لفكرة انه اخصائي نفسي بقى موجود مع اللاعبين بس هم بيجوا بشكل فردي ولا بيجوا بمستوى مع مدربينهم او الاتحادات هم اللي بيوجهوهم لا دلوقتي بقت الاندية عندها الوعي ده شوية ففي بعض الاندية هيا اللي بتتعاقد معانا او بتبقى ممكن مش تعاقد تيجي مرة او مرتين حسب الديل وفي بعض الكوتشت اللي هم بيتكلم معك انك عايز تيجي للتيم بتاعه مهم ديف بالالعاب الفردية هاي انا بفضل الشغل الفردي الجماعي مهم يعني انا مثلا اشتغلت فترة في الالعاب الجماعية فالالعاب الجماعية بيشتغل معاهم شغل جماعي فردي بخير بلك القدم نفس الكلام شغل فردي جماعي وفردي يعني بقعد مع الجروب كجروب وبقعد مع كل واحد بشكل individual لان انا بشتغل فيه حاجات ليه علاقة بالملعب في حاجات العلاقة بالنحية الحياتية أو الشخصية فأنا ما يفعلش يبقى لعب عنده مشكلة وقعد معاه قدام الناس وقعد نتكلم ويحكي لي مشاكله وأقوله فلازم فيه وقت بيبقى لازم اللعب أبراحته خالص في بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن كانت بتواجهني مع بعض اللعيبة إنه ممكن يبقى عندي لعب وهو مسافر بوكري عنده بطولة عالم بس هو عنده حاجة مشكلة مأثر عليه بره اللعب مشكلة شخصية مشكلة شخصية فممكن يجي ونتكلم سواء تتحل أو ما ينفعش حالها دلوقتي بس وانس إن انت خرقت أو جيت تتكلمت وطبع إحنا عندنا سيستم إن معظم أو أي كلام بيتم في الناحية الشخصية بيقى التوب سيكريت فهو جاي بيتكلم وبيفوت فقط وعارف إن أنا الكلام دي محنش يسمعه طبيعة الحال وكتير ممكن يكون المشكلة مش قادر يحلاله دلوقتي بس هو مسافر الصبح وفيه لعيبة كتير بتسافر بطولة أو تطلع بطولة مهمة وهو شائل المشكلة فبيخصر بسبب إن هو عقله بيفكر في حاجة شغلية سواء بقى لي علاقة باللعب بعقد بفلوس بحياته أنت بتتابع طبعا زينا كلنا اللي بيحصل في الكورة في مصر في كورة القدم تحديدا وويه بنقول اللعيب دوت لو بس كان دماغه كويسة كان زمانه اللقتي في حتة تانية كتير أمثلة كتير مش عايزة أذكر الأسماء أنت نما بتشوف ده على الشاشة زينا يعني بتقول الرجل ده كان حله سهل وبسيط ده كتير 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 ومعظم الحلول بتبقى مش صعبة هي الفكرة برضو زي مولت حضرك إن هو يبقى جاي ويبقى عايز هقول لحضرك على الحاجة أنا في بعض اللعبين فاللعب حتى الفردية أو في العاب القدم أو العاب الجامعية هو ممكن يبقى مش مقتنع بالفكرة بس خلال ما بيقعد وبيفهم أنت هتساعده إزاي الموضوع خلص صح فهي الفكرة إنه بس يبقى فهم يفهم الحاجة دي لكن طول ما انت شايفها من بعيد أنا مش عايز أجرب ده الموضوع المختلفة أنا عندي فكرة تاني مختلف شوية أو حاجة بيشوفها كل الناس اللي في الشارع إحنا ليه بنقعد قدام الدور الإنجليزي وقاعدين مبهرين قوي ليه؟ يعني إيه اللي الناس دي بتعمله؟ طب ليه صلاح بقى في الحتة دي؟ ليه كل المصري اللي طلع بره؟ اختلف عشان السيستم هناك هو اتطبع عليه الفكرة نفسه اتطبع عليه إحنا فيه جزء مهم جدا جدا من يشتعليه تحليل الأداء النفسه حركي هاي طب عايز تسألك على حاجتين مهمتين يعني قضايا واضحة يعني عبدالله سعيد في آخر مباراة بين الزمالي لو فرقت على المباراة خرج متضايق بعد طرد علي جابري وإن هو تغير بعد عشر دايق وخرج متضايق جدا في موقف زي ده بتقول إنت مثل لعبدالله مفروض إحنا بنكون مجهزين زي ما قلت عبدالله من شوية توقع المشكلات إن هو إزاي يبع عنده ضبط النفس أو يبع عنده أي حاجة تحصل لعبدالله أو أي لعب يعمل إيه؟ ويتعامل إزاي؟ وإزاي يبع عنده هدوء وثبات فعالي عشان ما يقصرش على نفسه ولا على بقية اللاعبين يعني هرد راحبك بمثال تاني هاي شفت كهرباء هو خارج مبارح بيحفز محمد شريط ودي حاجة جديدة على كهرباء وحاجة يعني ربنا يكرمه ويثبته وكان حاجة مميزة جدا هو انطباعك إيه وانت خارج على بقية اللاعبين أثرت في اللاعب اللي نازل فخليته يسجل هدفين بالظبط اه بالظبط هدي بتفرق جدا إنه هو الفيس رأكشن بتاعه نفسه مختلف غير لما يكون فيه لعب هو مش متقبل التغير هو نازل من اللي بينزل مكانه ومتدايم الدنيا كلها فاللعب اللي نازل له أصلا عنده مشكلة بعد كده وحاجة قدر فضل في بعض اللاعبين هو بيتأسر على طفان جدا فأنت مش عارف فأنا ممكن أنه فيه تغير جيالي فأنا خارج عملت رأكشن يعني هزعل عليه أو أنا مش قصده بس اللي داخل هو اتأثر بالحالة دي ودخل لها صح هشكي يقول لحضرك أنت إزاي بتتكلم مع اللاعب إزاي يفكر بالشكل الصح إزاي يعمل إيه في المواقف الصعب يعمل إيه لو فيه مشكلة عندنا زي ما قلت لحضرك من حاجة المهمة جدا لو فيه ضربات جزائية لو فيه فاول في وقت معي أكيد كده بنشوف كريستيانو بنشوف صلاح وكريستيانو مشهور قوي كده بيقف كده بياخد نفس بشكل معين بييفوكس وبيشوت صح الناس مش فاهم إيه ده ده جزء من الأعداد النفسي والتامين النفس ده من التامين المهمة جدا اللي بيديه هو تركيز إزاي بهو بيشوت فاول وحواليه الجمهور وإزاي بهو مركز إزاي يعزل نفسه عشان يشوته الكرة في المكان الفلاني اللي هو قريدي متضرب عليه ممتاز أي حاجة اللاعب بيعملها وإي حاجة بنشوفه الدولة الإنجليزية وبيشوت بشكل معين ولا مش عارف بيجيب جول عاملة زيه وإحنا بدبقى مبهرين به هو عامله في التامين إمم وتضرب عليه لو أنك قل حاجة للأندية والاتحادات واللاعبين في مصر بالناس بقى ليأ الأقصاء النفسي بتقولهم إيه همتأخرين أوي يعني يعني احنا عندنا كل الإمكانيات احنا ليه البند ده مش مش موجود والله مش عشان ده مجال شغلي يعني شايف بند التغطية بتكلم فيه من الحاجات المهمة جداً 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 رغم أنه مش مجالي بند الإعداد النفسي لازم يقى موجود ومن أول يوم هيفرق جداً جداً مع اللاعبين وهيفرق جداً مع الإدارة وهيفرق جداً أنه يبقى فيه شخص موجود دايماً هو بيفصل اللاعب عن الأجواء المحيطة كلها من الحاجات المهمة وأي سينك أن كل الأندية أو كل الإدارات هم ما فاهمين الكلام ده إيه سبب التخير أنا مش عارف زي ما قلت لك في الأول مكسوفين اللي هو يقول لك لا يا عم هنجيب طبيب نفسي ومش هينفع وعيب وحيقوله علينا إيه وبتالي مش عارف إيه الثقافة دي لازم تضاير لازم تضاير دكتور محمد انت شرفتني ونورتني حقيقي في التاني جداً ومبسوط جداً أنا شفتك النهاردة وانشرفت بيك شكراً جزيلاً دكتور محمد صفي استشاري الإعداد النفسي الحياتي للمنتخبات الوطنية احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد خليفة ومحمد داود عندهم كلام مهم جداً جداً عن مباراة الأمس خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني الأول مرة في رقم 10 اتنين من الأصدقاء العزاء اتنين من أحسن الناس اللي بتتكلم في الكورة اكلمون عن مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والمباراة اللي فاز بيها النادي الأهلي بسلسية نظيفة شخصياً سعيد جداً بتوجدهم معي النهاردة واعتقد ان شاء الله أن حرارتكم كمان هتساعدوا جداً بهذه الفقرة لأصدقاء العزاء محمد خليفة ومحمد داود خليفة مشرف ومنور سعيد جداً أنا معك كريم وسعيد طبعاً أنا مع داود يعني وسعيد مع القناة الأولى داود مشرف ومنور حبيبي يا كريم وبسوط أن أنا موجود معك في البرنامج ومع خليفة طبعاً حبيبي طيب قبل ما أخش في تفاصيل فنية كثيرة أعني سألكم أنتو الاتنين نهاردة نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك قالت أنه فريرة عنده ثلاث مباريات هيشتغل فيه وبقى كده ناخد القرار النهائي في هذا الأمر هبدأ بيك يا داود لو تقدر تشارك في القرار قرارك يبقى طيب يعني لو لي أن أنا شارك في القرار رقم واحد مهما كان القرار اللي أنا رايح ليه ما كنتش أفضل أنه هيكون معلن سواء الإبقاء على المدير الفني أو رحيله يعني لو فيه نية للإبقاء يتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح الإبقاء على المدير الفني لنادي الزمالك والقصة منتهية لو فيه نية لتقييم المدير الفني بعد فترة تانية لا يبقى دم بين أعضاء مجلس الدراء وما يتمش إعلانه بشكل واضح وصريح لو فيه نية للإقالة يتم اتخاذ قرار الإقالة لكن في كل الحالات ما ينفعش نأخذ قرار أو نؤجل عملية القرار لفترة لاحقة ونعلن ده كمان أن هنا أنت وضعت اسم المدير الفني وقيمة المدير الفني وقدرته على السيطرة على لعبيه في محل شك كبير اللي هو دلوقتي خلاص مصر كلها أعدة مستنية الزمالك أو جسوالد وفريرا هيعمل إيه في الثلاث مباريات القادمة عشان نقدر نقول هل الراجل ده مكمل مع الزمالك أو مش مكمل وأنا شايف أن ده ما كانش ينفع أما فيما يخص جسوالد وفريرا شخصيا أنا شايف أن جسوالد وفريرا في الفترة الأخيرة بيقدم مع الزمالك مستوى فنية مش أفضل شيء عنده مشاكل فنية جبيرة جدا لكن أنا شايف أن مشكلة الزمالك هي مشكلة تراكبية حاجات بتأدي الحاجات أن جسوالد وفريرا مش بيقدم أفضل مستوى فني مع الزمالك حاليا عجل أن مشاكل الزمالك تظهر بدري مش أكتر من كده يعني في كل الأحوال الزمالك كان هيبقى ده مصيره بس بدل ما المصير ده يظهر في بطولة دوري أبطال أفريقيا قدام فريق زي فريق التراجي أو قدام الفرق القوية في دوري أبطال أفريقيا أن جسوالد وفريرا عنده مشاكل فنية كبيرة ده عجل أن المشكلة تظهر بشكل مبكر جدا فأنا شايف أن المشكلة من البداية موجودة عند السيطرة على الفريق بشكل والالتزام والانضباط موجودة عند كواليتي الفريق وآخر عنصر في المنظومة هو جسوالد وفريرا اللي قلنا حتى لو الرجل كان بيتحدى توحين الهواء وبيحاول يحسن من المنظومة أفضل شكل ممكن زي السيزون اللي فات الكواليتي اللي كان موجود في الزمالك كان هيبقى ده المصير النهائي لي فأنا شايف أن الإبقاء على جسوالد وفريرا بناء على ما قدمه السيزون اللي فات أن ده أفضل منتج فني هتقدر تاخده حتى لو مش بتاخده الفترة الحالية في المستقبل تقدر أن الرجل ده يعدل من المشاكل اللي موجودة عنده بالإضافة أن زي ما قلنا المشاكل اللي موجودة عند الزمالك أكبر من جسوالد وفريرا شخصيا خليفة لايك هو القرار اللي طلع أن القرار يتاخد ولكن إعلانه هو اللي متأجل 3 مباريات بس الطريقة دي غالبا كده القرار ما اتاخدش بشكل قاطع هو مستنيين فعلا 3 مباريات وماذا تنتج عنه نتائج التلات مباريات هتكون لها عنصر كبير جدا أنا شخصيا شايف يعني أن الزمالك بالنسبة لبطولة الدوري فرق 8 نقاط المستوى أنت بقى لك فترة مش زمالك مش قادر يحقق انتصارات ممكن من أول السنة ما بدأت 2023 زمالك عليه السنة اللي فاتت خد الدوري وهو مش هدفه المعلن أن ياخد الدوري ممكن فرر وحيد اللي كان بيقولنا بلعب على الدوري إنما جماهلي الزمالك إعلام الزمالك نفسه كان هدفه التأهل لبطولة أفراقيا ممكن الزمالك يرجع لأرض الواقع تاني ويبقى هدف معلن أن الزمالك لسه يبدأ بطولة أفراقيا اللي حيستعيد فيها ثلاث لعبين ممكن يكون لهم دور الوينش أبرزهم إبراهيم أنضاي الورقة اللي الزمالك كان بيراهن عليها في بداية الموسم أنها تشغل مركز الجناح الأيصر واللي يزيد شوية مع الجناح مع المهاجم اللي هي مشكلة حقيقة عند الزمالك الزيادة داخل منطقة الجزاء النقطة التالتة اللاعب التالت أحمد فتوح اللي ممكن في خلال فترة ماتشين حاجة يرجع تاني للفريق وده من أهم اللعبة اللي موجودة في نادي الزمالك فممكن يكون الهدف المعلن إن أنا حلعب على بطولة أفراقيا زي الموسم اللي عملوا كارتيرون في عشرين لما زمالك وصل للنهائي وهدف تاني التأهل لبطولة أفراقيا الجاية اللي هو هدف منطقي ولو الظروف سمحت بالمنافسة تاني على الدوري ممكن الظروف تخدمك تاني أكيد محدش هيسمي في اللحظة دي وحتنافس ولكن لو الظروف ما أتحدش للك قدامك كاس أفراقيا قدامك كاس مصر بتاع الموسم ده وقدامك التأهل لأفراقيا ثلاث أهداف معلنة مع زي ما قلنا بقى إطلاق اليد الكاملة لو فيه إنت استقررت على المدير الفني يبقى تدعمه مئة في المية ولو إنت استقررت على رحيله يبقى الرحيل العاجل غير الآجل هاي بطيئون راح بقى للحيطة الفنية في المباراة الأمس وعايز أبدأ بك يا خليفة بقى في الأمور الفنية وهقول لك عنوان قل لي صحة ولا غلط مبارح الأهلي هزم الزمالك بمعراكة خط الوسط خط وسط النادي الأهلي تفوق على خط وسط نادي الزمالك تنتفي أو لا تختلف؟ مليون المية هيا المعركة كانت في خط الوسط أفكار الفرقتين كان ليهم أفكار في خط الوسط الأهلي كتير الناس بتبص الأهلي بيلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد أنا ما بشوفش الأهلي بيلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد أفشة لم يعد لعب مركز عشر أهلي بقى بيلعب باتنين لعيبة بيزيدوا في الحتة دي الاتنين أدوارهم شبهم متشابهة جدا بين حمد فتحي وبين أفشة فبقت الطريقة أقرب لأربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة واحد أربعة واحد أيا كان الطريقة زي ما تخدها أكد لك حاجة بقى عشان أديك دليل على كلامك دوت في أحد زملائنا في مباراة سموحة صور الورقة اللي بيكتب فيها مارسي الكورر وهو المطش شغال صور الورقة وهو رسم الرسم التكتيكي أربعة واحد أربعة واحد هي في الطريقة كده الأهلي بيدافع باللعب بالأربعة وبيهاجم بالأربعة الاثنين منهم بتحرك في العمق اللي هم حمد فتحي وقفشة بالتبادل وده بتخلي لمركزية عكس فكرة الزمالك في أربعة ثلاثة ثلاثة هنا الزمالك يبلعر بالموسم اللي فاتة ثلاثة أربعة ثلاثة كانت تطبيق فيها واجبات أقل تركيبا في أربعة ثلاثة ثلاثة الواجبات أقصر تركيبا على فكرة من أربعة واحد ومن ثلاثة أربعة ثلاثة الزمالك معركته في خط النوو الوسط الفرقتين استخدموا الاتنين اللعيبة اللي هم إمام عشور وعمر السيسي في الزمالك ومجد أفشة وحمد فتحي في الأهل بص هنا كريم ومشاهدين على مناطق استلام عمر السيسي وإمام عشور اللي فوق اللي فوق ده مناطق استلام محورين الزمالك اللي بيعتمد عليهم احنا قلنا دونجا ثابت وديانجي ثابت ولو قلنا دينجي ممكن بول كاريا رحسن من دونجا ودونجا ممر أفضل من دينج لاتين كل واحد عنده ميزة عن التاني ولكن خلينا بقى في الاتنين اللي حيساهمه مع الجناحين والمهاجم في الهجوم هنا عمر السيسي كان بيستلم أغلب استلماته ناحية اليمين كرة واحدة استلمها في التلت الأخير إمام كان بيستلم أكتر في التلت الأخير بس ناخد بالنا أنها كلها ناحية الشمال صح واحد كان مية ناحية الشمال وواحد ناحية اليمين هنا بتتطلب مهارة أكتر وشغلة أكبر الخط خصمك ودافع الخط اللي بتاقل خصمك أنت كده بتزود الأخصام عليك هنا بقى فكرة الأهل كانت أبسط حمدي فتحي ورقة الأهل اللي كان بيبغد بها الزمالك لأن الزمالك بتعامل مع أفشا اللي بلعيب لي تقلب أهدافه فبركزين معاه فهنا دي مناطق استلام مجد أفشا ومناطق استلام حمدي فتحي اللي كانت مؤسرة وبرده أفشا لو ناخد بالن حمدي فتحي كل زياداته في عمق الملعب دي أبسط من أن أنت تجيب لعب البحور بتاعك وتسلمه على الأطراف الفكرة أبسط أنت لعب بترجع بترد تالي في قلب الملعب لما بتزيد تزيد في قلب الملعب أسهلك كتير المسافة المقطوعة المهارة المطلوبة منك عشان تلعب على الخط لعبت الخط بتبقى عايزة مهارة استثنائية عشان اللعب يصنع موقف من جنب الخط والخط خصمه لعبة مش كتير في الدورة المصري وعلى مر التاريخ هتلاقي لعبة محدودة اللي بتعرف تلعب على الخط وتكون ورقة هجومية قوية تعال بقى نوري فكرة الأهل دي كانت بينة ازاي من الدية الأولى مايك تايسون يا كريم بيقول دايما إن كل شخص عنده خطة حتى تلقى الدربة الأولى فالزمالك المفروض كان نجى من الدربة الأولى كذا مرة يعني خطة انت دايما خطتك على الورقة كويسة الأهل أظهر خطته من الدية الأولى إنه هو بيستخدم حمدي فتحي فالزمالك المفروض كان بس من الدية الأولى من مباراة سموحة من مباراة سموحة كمان مليون الميل تعال وريك في الدية 56 وقفشة بيكلم حمدي فتحي ياخد المنطقة دي وحمدي فتحي بيتحرك فيها بغض النظر إن الكرة ما رح يتلوش هنا قوت عادي جدا بيترمى ده أفشل بين قلبين دفاع الزمالك بيشاور بيده الشمال حمدي فتحي بيروح بيقف في المنطقة دي مستني الكرة يا كرة ما بتروحلوش بس حمدي فتحي هنا حرق نفسه عشان يبقى هو اللاعب اللي بياخد الكرة في الحتة دي في السنة 56 في السنة 56 ميديا الأولى يا كرة ما تلعبتلوش بس حمدي فتحي كان بيطلب الكرة بس في نفس الوقت في بداية المباراة بيبقى عينه على الارتداد هو بيروح يطلب الكرة رح يطلب بيعمل منها خطورة ما رح يطلوش بيرجع تعال بقى نبص تكرار في المباراة في الشوت الأول أكثر من اللقطة ركز على حمدي فتحي بيسيب مكانه دايما وبيتحرك حمدي فتحي اللي هناك سايب بنجمع عمر السيسي داخل 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 بيدور على الكرة بيأخد بيدوروا بيطلبوا الكرة هنا حمزة المسلوسي كان بيغطي أفضل ويمكن هي دي ممكن اللحظة برضو اللي الزمالك بيعاز لها لأن حمزة المسلوسي في تخطيته كان بيبقى أفضل كتير لأن هنا حمزة عملت تخطيطها بشكل كويس وسايب الكرة تروح لعبدالقادر انت مش حاجيه في الجن من هنا يعني انت مش حاجيه عبدالقادر مش حاجيه في جن يعني هي نازم ترد في قلب الملعب تاني هي ردت لأفشا لو تسمح خليفة في اللقطة دي واللقطة اللي فات اللي انت جبتها أنا لاحظت حاجة في اللقطة اللي فات وتأكدتلي الوقت أنه دخول حمزة فتحة في المنطقة دي كل شوية هو بياخد دايما الباك يعني خد محمد عبدالشافي في اللقطة اللي فاتت وخد دلوقتي حمزة المسلوسي في اللقطة ديت عشان كده ساب المساحة دي كلها بغض النظر إنها ما تترجمتش بحاجة بس هو كمان له هدول مهم جدا ما هي دي هي ترجمت الهجمة دي كانت خطر هي راحت بعد كده وتلعبت لأفش بس هي الفكرة هنا حصة تخطيط المسلوسي في أول لقطة يعني أدى إلى إن الهجمة ما تبقاش أخطر من الكرات اللي دخلت في الزمالك أهداف ولكن هنا حمزة فاتحة عمل حجم الاتنين يهو يستلم الكرة يأما يبقى الجناح فضي ركز برضو دي الكرة اللي خبطت في القايم نفس الفكرة بالزبط طيب الزمالك كان المفروض في اللحظة دي كان ياخد باله من الفكرة اللي الأهل بيحاول يطبقها لا الزمالك بالعكس بقى الكرة دي في الشوط التاني نفس النظام ولكن برضو لو ناخد بالنا تحركات حمزة المسلوسي كان بتبقى جيد هنا حمد فاتحة بيخش المسلوسي في كذا مرة بيعمل التغتالة العكسية مع حمد فاتحة بشكل أفضل بيهمل الطرف وبيسيبه مش مشكلة لأن في الطرف مش هيجي في الجنب بشكل مباشر هنا حسن عبد المجيد ولكن مع تغيير الزمالك لعناصر خط الدفاع نزول الزناري محمد عبد الغاني هنا الهدف بيشيره محمد عبد الغاني أكتر كمان بالزناري الهدف الأول وده فكرة الأهلي ظهرت في الهدف الأول وظهرت في الهدف الثاني فالفكرة باستخدام حمد فاتحة اعتقد كل الناس لحظتها ولكن احنا بنتكلم من الديئة الأولى وساعدوا فيها غياب التغتالة العكسية من محمد عبد الغاني مقاراة بالمسلوسي وسوء التصرف من الزناري في الهدف التاني ولكن الفكرة واضحة ومركزة وجابت النتيجة فده تفوق تكتيك انت استخدمت الفكرة ونجحت في تكرارها اكتر من مرة ده تفوق تكتيك واضح بجانب بسط الملعب هناك مشكلة دفاعية مكررة في خاطر دفاع نادي الزمالك منذ غياب محمود حمدي الونش تلعب بتلاتة في مشكلة في الدفاع تلعب باربعة في مشكلة في الدفاع قدام الونش مش موجود ويبدو ان فريلا حتى يزيل الله حسن ملاقاش حل لغياب الونش حتى لو حل تكتيكي مش حل لفرده خلينا نقول ان الزمالك كان عنده مشاكل قبل ما جسوالدو فريلا يوصل للزمالك مشاكل دفاعية كبيرة جدا كانت موجودة في الفريق الزمالك استمر في المشاكل مع بداية جسوالدو فريلا الى ان بدأ الزمالك يتحسن عن طريق شغل كتير جدا كان بيعملهم جسوالدو فريلا على مستوى التنظيمي اللعيبة داخل الملعب وعلى مستوى تطوير مستوى اللاعبين فرديا في فكرة الوقفة وضعية الجسد بتاع اللعيبة داخل الملعب اتطورت مع جسوالدو فريلا وانا جاي هنا حابين نستعرض لقطة الهدف الاول لان دي لقطة معبرة جدا بالنسبة لي وقفة حسام عبد المجيد اللاعب اللي اتمرن تحت إيد جسوالدو فريلا الموسم الماضي ووقفة بنتكلم كمان على الزمالك هنا والكرة بتتلعب انا حابي بوقف ثانية والكرة لسه تتلعب بالضبط قبل كده طبعا فيه مشاكل بالجملة في التقطية العكسية هنا بنتكلم الزناري بيجري على جونه وشه نحية جونه في المقابل حسام عبد المجيد فاتح جسمه بيقابل الملعب بالجنب وقفة حسام عبد المجيد دي الوقفة المنطقية للمدافع ان المدافع يقابل الجون او يكون واقف بالشكل ده او بالتكنيك ده وهنشوفها كمان في الوقت مع خالد عبد الفتاح في المقابل الزناري بيجري نحية جونه هنا بنتكلم ان الزناري لعيب ما اخدش الوضعيات بتاعة الوقفة اللي كان دايما جوسواردو فريرا بيعلمها اللاعبين حتى لو نفتكر السيزون اللي فات كان دايما في الكرات العرضية والماتش شغال في الاحماء اللي قبل المباراة جوسواردو فريرا بيبقى عنده جزء من التدريب قبل المباراة لما اللاعب تنزل تسخن كرات عرضية بتتلعب وكل المدافعين واقفين جنب بعض وبياخدوا الوقفة اللي اخدها حسام عبد المجيد هنا فيه نقطتين بقى مهمين جدا بالنسبالي ان اللاعب اللي تم تدعيمه في خط الدفاع ما كانش عنده الاساسيات اللي يقدر يشيل الفريق بشكل عاجل لو حصل ظرف زي غياب الونش تاني نقطة ان جوسواردو فريرا واضح ان بما ان الراجل ده ما تعلمش نفس الشيء اللي تعلمه حسام عبد المجيد ان جوسواردو فريرا ما اشتغلش خلال الفترة الاخيرة عشان يعلم الزناري نفس المبادئ اللي علمها لحسام عبد المجيد ودي نقطة مهمة جدا بالنسبالي فيه مشاكل كتير على مستوى التمركزات وطريقة اللعب لكن هنا جايب اتكلم على النقطة الفردية ازاي ده لعيب اتطور في الوقفة واللعيب اللي جنبه ما اتطورش رغم ان الاتنين كانوا تحت القيادة المدير الفني ده الموسم اللي فات وده الموسم الحالي فيه لقطة كمان بالصور حابين نستعرضها برضو لقطة نفس الفكرة الموسم الماضي طبعا هنا الهدف بنتكلم على مشكلة في التغطية العكسية مشكلة في رجوع عمر جابر مشاكل كتير في التمركز من المدافعي نادي الزمالك في لقطة الهدف طيب هات اللي بعده بقى على طول بعد الحالة بالضبط نكمل برضو نفس اللقطة نتكلم برضو التغطية العكسية من محمد عبدالغاني وعمر جابر ما كانش واقف بافضل شكل ممكن نكمل برضو للقطة اللي بعد كده او الصورة اللي موجودة بعدنا من مباراة الكاس هات اللي بعده على طول حابين ناخد منها بس وقفة مدافعين الزمالك لما الكرات الطلاية كانت بتتلعب عليهم كانت شكل مدافعين وقفة مدافعين الزمالك عاملة ازاي يالا جماعة نجيب اللي بعده على طول خلصت شوفنا الحالة دي هنا النادي الاهلي في مباراة الكاس اللي الزمالك فاز فيها كرة طلاية بتتلعب خط اللعيبة النادي المزمالك او مدافعين نادي الزمالك اللي ما تعلم عليهم بالاصفر جنب بعض في الجزء الاول من الصورة حسام عبد المجيد والوينش الاثنين وقفين نفس الوقفة اللي كان وقفه حسام عبد المجيد اللي هو بيواجه الملعب بجنبه وهنا بالمناسبة الكرة دي ما تلعبتش في ظهرهم اتلعبت قدامهم بس وضعية الجسد الكويسة اللي كانت موجودة لحسام عبد المجيد سمحت له ان هو يعمل يوتيرن في اللقطة التانية والكرة لما تنزل وراه بما انه كان رايح نحي تجونه يعني تنزل قبله في نص الملعب متنزلش وراه نحية محمد عواد انه هو قدر انه هو يتعامل مع الكرة لان كان البوزيشن او وضعية جسم داخل الملعب كانت افضل هنا زي ما قلتلك زي ما لك كان عنده مشاكل في مستوى التمركز ومنظومة اللعب كان حابب اتكلم اكتر على المشكلة الفردية اللعيبة فردية فيه لعيب اتطور مع جسوالد وفريرا وده الجزء الجيد اللي كان بيقدمه جسوالد وفريرا الموسم الماضي وفيه لعيب مع نفس المدير الفني صفقة جديدة ما اتطورش بس محتاج وقت تأكيد اكيد محتاج وقت طبعا اخذ وقت اكتر من مصطفى الزين بكل تأكيد بكل تأكيد طيب لست مكملين مع حضراتكم هزا الحوار الممتع جدا والتحيير رائع جدا من محمد خليفة ومحمد داود بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم يعلم بحضراتكم مرة اخرى خليفة حسيت مبارح انه الزمالك بيحاول يمارس الضغط العالي في بداية المباراة زيه زي النادي الاهلي بس ضغط النادي الزمالك او لعبي نادي الزمالك ما كانش فيه يعني نفس الشراسة ونفس الكوة اللي كان بيضغط بيها نادي الاهلي في كثير من الكرات يعني انت سهل جدا تقول على الورق ان انا هعمل ضغط عالي بس لو عملته بشكل سلبي يبقى عندك مشكلة أكبر بيقدل صغر على طول صحيح فكرة الضغط العالي بتطلب حاجتين ليقى بدانية طبع وشغل جماعي مع بعض صحيح وفي القوة صح وحتعملها ده مرتين مرة تتحسب عليك فاول لان انت حتزود انت مش عارف الحد بالزبط ازاي فحتزود مرة فهتحسب عليك فاول ومرة تانية حتاخد الكرة من غير فاول اللي هو انت استخدمت الحد الأخصى من القوة ممكن تستخدمه طلت مرات مرة فاول مرتين تختص خلص الكرة لو نبص الرقم في المباراة هتكتشف ان الزمالك عمل ثلاث فاولات في المباراة ككل منهم فاول الجزي منهم سيف الجزيلي فاول عمل فاول يعني مهاجم حاجة كده بسيطة كالجنب القاوت في مخالفتين فقط في التسعين دي ازا مالك عملهم يعني رقم المخالفات احيانا الناس ممكن تبصر رقم سلبي او فرق تعمل فاولات كتير او حاجة زي كده ولكن احنا بتتكلم برضو في طبيعة الدور المصري لمخالفاته كتير وصفاراته كتير احنا معندناش بار سبيب ولا 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 منشستر سيتي الفرق اللي تمتلك الكورة طوالوقتي فهده ممكن تفسر انها بتعملش فاولات كتير بالعكس ولحتى اللول بيعملوا فاولات الشيء يقفوا له جمالات لا تلت فاولات بس طول التسعين دقيقة رقم للزمالك سلبي جدا قدامه الاهلي عامل رقم عادي سبعتاشر فاول في المباراة ده يزبط لك ان الاهلي كان فيه قتال على الكورة حلو عشان بس الناس تفهمنا ما يتصوروش ان انت بتقول ايه اجماعك اصطروا بعض ده مش لعمة الناس الكيوت الناس الطيبة خشوا بعنفه وخشوا بكوه واستخلصوا الكورة قاعد يزهق ويسرق فيه ما بيقولهمش كسروا اللعيبة هو في نهاية اللي في الماتش كان انذار واحد ممكن في حاجة في نفس المسلسل نفس الاقتباس من جوزي مورينيو كانوا في مباراة ويلفر هامتون بعد المباراة بيسأل محالي الأداء بتاعه احنا خسرنا له قال له احنا ما عملناش اي حاجة غلط غير ان احنا ما كناش بنعمل فاولات في نص الملعب في وقت عطل الهجم حنيجي لها ونتفرج عليها بقى بس نيجي نعرف من جدول جاي علينا ان الزمالك هو اقل الماتش بقى مش ماتش الاهلي فقط الزمالك اقل فرقة في الدوري عملت فاولات من ال 18 فريق طب الاهلي مكانوا فين الاهلي مكانوا العاشر يعني في وسط الجدول رقم طبيعي اللي هو اللي بقولين العرب اللي بتلعب جيم دفاعي وبحقق اهدفه عن طريق جيم دفاعي بيعني زمالك بيلعب بنعومة خلينا نقول بلفز حرفيا تعالى نشوف ان المباراة نفسها لقطات بتثبت ان الفاول احيانا ضرورة يلا بنا تعالى نشوف هنا بداية الفرق هنا يعني دي هجمة مثلا الزمالك طالع بمرتدة امام عامل هجمة مرتدة قوية جدا من ناحية اليمين بيفوت من عبدالقادر هنا خلاص هو فات من عبدالقادر خلاص الفاول بقى ضرورة هنا في الوقت ده بعد ما عد من عبدالقادر عبدالقادر بيعمل فاول سواء بقى خد انذار ما خدش انذار بس هو وقف هجمة هو ما خدش انذار هو امام هنا بيطلب انذار بس هو ما خدش انذار هو هنا ده الفاول اللي لازم توقف به هجمة تعالى وريك لقطة تانية برضو بعديها في الديئة كام واحد وتمانين والاهلي متقدم بيتعمل فاول عشان يثبت لك ان الفاول مهم بصوا الكرة دي دي اللي طار خد فيها انذار هنا بعد ما الكرة عدت والحكم كان ادي تحت فرصة بصوا الهجمة كتراحة هي الحكم وقفة تاني مش عارف ليه بس يا عموما انا واقفت تاني الكرة كتراحة لشيكبال اه بالضبط الكرة كتراحة لشيكبالة في موقع فالفاول كان ضرورة هو صحيح الحكم بتدقى تحت فرصة بس الفاول دي يثبت لك ان في فاولات بتتعمل لضرورة توقف هجمة لان لو الهجمات كملت بتعمل خطورة لان انت فقدت العيبة تعالى بقى لقطة مرجعية للفرقتين بص اللقطة دي حسيم عبد المجيد بيعدم الحمد الفاتحي والاهلي متقدم حسيم عبد المجيد اللي تعامل عليه الفاول خليناها مركزين بس اللي العامل عليه الفاول حسيم عبد المجيد زمالك لعب الفاول الكرة هتتاخذ من الزمالك الاهلي هيعمل هجمة مرتدة بص شريف هيعدم من مين؟ هيعدم من حسيم عبد المجيد اللي لسه معمول عليه من ثواني فاول من حمد فاتحي ما بيوقفوش بفاول طب انت حسيم حتعمل فاول امتى رغم انه كان من الموجودين من بوراه والهجمة دي مكملتش بخطورة بس احنا وصلنا للمنطقة دي ازاي انت وحسام لسه من ثواني يتعامل عليك فاول وانت بتعدي بس من حمد في نص الملعب فوقفك بفاول بعدها بعشر ثواني بالزبط محمد شريف بيعد منك بتوصله فالكرة الطيبة دي ما بتنفعش العالم كله انا مش فاكد الكلاسيكو كان امتا بس العالم كله هاجم مارسلو لما ميسي خاد الكرة وراح جاب جلف ديال اخيرة وما راحش عمل عليه فاول العالم كله انتقد ومقالات واخبار وفي انهاء الشامب لما راموس عمل فاول وانطرد فيه كان يعتبر من لقطات اللي ادت الشامب لغير المدري اللقطة التاريخية تعالى بالفيردي بالفيردي اتلتكم مدري طيب داود من زاوية اخرى حاسس حتى هذه اللحظة الزمالك ما عندوش اللعب اللي هو الكرياتور اللعب المبتكر اللعب اللي بيصنع اللعب اللي بيحرك اللعب بصراحة شديدة منذ رحيل اشرف بن شري في لعيبة مهمة في الفرقة في زيزو مهمة طبعا امام عشور مهمة في الفرقة وباقي اللعبين بس اللعب اللي يعمل لك حالة دا من بعد رحيل اشرف بن شارقي مش موود طيب خلينا نقول انا شايف ان مشكلة الزمالك الرئاسية من بداية الموسم مش في الانهاء في التلت الاخير في الملعب مشكلة الزمالك في تلت قبل كده في تلت مبكر عن كده تلت صناعة اللعب الزمالك مفتقد اللعب عنده قدرة على صناعة اللعب عنده قدرة على القرى والتفكير للفريق اوقات بتحتاج لعيف في نص الملعب قادر ينظم الهجمة قادر يقود الهجمة قادر يقولك انت تخرج منين او تقف على القرى فيه اشرب بن شارقي كان بيقوم في الدور دا للزمالك تسلموا من قبل كده من شكبالا في نهاية السيزون بتاع كارترون السيزون دا اللي كان ابتدأ الدور دا فرجاني ساسي زي ما قلنا احنا هنا فرجاني ساسي كان بلعب في مركز تمالك كان هو اللي بيقوم بالدور شكبالا كان بلعب في مركز عشر هو اللي بيقوم بالدور تسلموا اشرب الشارقي اللي بيلعب في مركز الجين احنا بنتكلم عن دور مش عن بوزشن في الملعب مش مكان في الملعب لكن دور محتاج ان يكون عندك لعيب بيقدر الفرق العالميه عندها اتنين تلاتة كمان بالضبط انا شايف كم حتى كل الفرق محتاج يكون عندها فعلا لعيب في نص الملعب ولعيب في التلتة الاخير يقدر يقوم لك بالدور دا حبيب نستعرض احصائية نوضح قد ايه غياب اشرب بن شارقي فارق مع الزمالك خلال الموسم الحالي هنكرم هنكرم ارقام اشرب بن شارقي الموسم الماضي بارقام الاثنين لعيبة اللي عوضوه الموسم الماضي والمفروض يعوضوه بالضبط بالضبط احنا هنا بنتكلم عن ارقام بن شارقي ماذا قدم اشرب بن شارقي مع الزمالك الموسم الماضي وماذا قدم نضاي وشلبي مع فرقهم الموسم الماضي اللي بناء على اللي قدموه الزمالك تعاقد معه هنا بنتكلم أن أشرب بن شارقي لعب 2581 دقيقة في مقابل أن شلبي مع انضاي الاثنين مع بعض لعبه 4838 دقيقة بنتكلم أن الأهداف من اللعبة مفتوح أشرب بن شارقي سجل 10 أهداف من اللعبة مفتوح السنائي مع بعض شلبي وانضاي في عدد الدقيق اللي هو أكتر بكتير من أشرب بن شارقي بسجلين 14 هدف مع فرقهم لما نتكلم على التمريرات المفتاحية ودي النقطة الأهم ده الشيء اللي بيفتقده الزمن الحالي اللعب اللي بيقدر يعمل التمريرة اللي تساعد الفريق على ياخد وضعية أفضل داخل الملعب أشرب بن شارقي سيزون اللي فات في 2500 دقيقة الواحده عمل 43 محاولة محاولة تمريرة مفتاحية شلبي وانضاي السيزون الماضي مع فرقهم في لعبين أكتر من أشرب بن شارقي نتكلم 4300 دقيقة عملوا 36 محاولة وده الرقم الصادم اللي لازم نقف عنده ما نقدرش نتجاوزه بأي حال من الأحوال هنا بنتكلم أن نضاي بالمناسبة مسجل نفس عدد الأهداف اللي سجله أشرب بن شارقي عشر أهداف بن شارقي وعشر أهداف نضاي لكن هنا بنتكلم وإحنا بنقول أن مشكلة الزمالك في الصناعة ما تقدرش تتجاوز أن كان عندك لعيب بيقوم بكل محاولات التمريرات المفتاحية دي وعوضتوا باتنين لعيبة لعبوا أكتر منه بعدد كبير جدا من الضايق وأرقمهم كانت أقل منه هنا في مشكلة كبيرة وواضحة عند نادي الزمالك لما نتكلم كمان على صناعة الأهداف أشرب بن شارقي الموسم اللي فات في نفس 2500 دقيقة صنع 8 أهداف في المقابل شلبي ونضاي مع فرقهم السيزون اللي فات صنعوا هدفين فقط في 4300 دقيقة مقارنة بالأقدمه أشرب بن شارقي هنا برضو للأمانة الإحصائية مهم نعرف الناس أن وضع نادي الزمالك هجوميا أفضل من وضعية نادي أمبي والنادي اللي كان بيلعب فيه كمان نضاي كان خلينا نقول رقم زي التمريرات المفتاحية في نفس فرقة نضاي كان فيه لعيب كان سويسري كان محق نفس الرقم اللي محقه أشرب بن شارقي فدي برضو مش حجة فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة نقطة في منتهى الأهمية وأروح بيها لخليفة مشكلة صناعة الفرص للزمالك إحنا جبنا أرقام قبل كده أنه النادي الأهلي على مدار الموسم هو عامل دابل أرقام صناعة الفرص رغم أنه كان ممكن في بعض الأواج كانت أهداف الأهلي أقل من أهداف الزمالك يعني كان فيه نجاعة بالنسبة للعيب النادي الزمالك ده حقيقة بس صناعة الفرص قليلة جدا بالنسبة لنادي الزمالك الموسم الزمالك كان أشبه بعملية المطر من غير برق ورعد يعني في التسجيل بيسجل من غير ما يمهد للتسجيل بيبقى عاملية فيها في نوع من أنواع المفاجأة بس أنت ما تقدرش تعاول على الحالة دي طويل وتبني عليها بالعكس دايما الشغل اللي أنت الفرق اللي بتوصل أكتر في النهاية بتسجل أكتر ممكن آه طبعا فيه فرق تكون ما بتوصلش كتير بس عندها حالة هجومية مميزة فممكن بتكون بسجل بقالة الفرص بس الكلام ده لو أنت شايفه بعينك يعني لو أنت شايف مهاجم الزمالك مثلا في نشر على أعلى مستوى لا إحنا شايفين مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم كويس عادي مش مميز أوسط الدور المصري مش أحسن مهاجم في الدور المصري فمعنى كده أن عملية إحراز الزمالك للعدد كبير من الأهداف مش متناسبة مع حجم الفرص اللي بينتجها الزمالك فعشان كده العملية كان ممكن في لحظة لحظة الحقيقة العملية توقف وها فعلا وقفت وزمالك بقاله أكتر من مباراة بيسجل من كرات سابتة بس مش قادر تاني يرجع لللعب المفتوح أنه يسجل فيه تعالوا نبص الجدول بيبين اللي أنت بتتكلم فيه ده اللي هو عدد أهداف الزمالك مع عدد الأهداف المتوقعة مع إجمال المحاولات مع المحاولات الناجح لو الجدول جاهز أوكي لو مش جاهز حنقول للقاء اللي بيسمعنا وبيشوفنا إن الزمالك من ضمن بقائل بيرامدز والزمالك التلت فرق اللي بتنفس في المقدمة الزمالك أقلهم رغم إن الزمالك في الأهداف يعني زيه زي بيرامدز بس في الأهداف المتوقعة أقل كتير من بيرامدز في إجمال المحاولات أقل كتير من بيرامدز والأهلي في المحاولات الناجحة أقل كتير من الفريقين اللي هما بينفسوا عن الدول لها سبب ممكن نبص ليه من ضمن الأسباب زي ما داود تكلم في أشرف بن شري أنا حزود كمان الزمالك ما بيقوموش بواجب كبير في إرسال العرضيات بشكل كبير الزمالك بيعتمد عرضياته على زيزه عشان كده قفلت عرضيات الزمالك بيعاني جدا تعالى نبص لإسهام الأزهارة الهجومي في إرسال كرات عرضية تعالى نبص لجميع الأزهارة اللي بتلعب في نادي الزمالك يعني مش هقول لك يعني أنا عملت ريفرانس أتنين لعياب في الدور المصري جوزيف نجويم لعب في يوتشار وعلي معلول لعب الأهل لها فرق عندها ظهير فعلا مفتاح هجومي صح وحطيت بقى مين كل الأزهارة بتلع فząنادي الزمالك اللي هو حمزة المسلوسي عمر جابر وسيد نمار هتلنا يا جماعة الجدواء الزمالك التلاتة اللي بيلعبه في الجابهة اليمنى وحطينا فتوخوا محمد عبشافي وعبدالله جمع التلاتة اللي بيلعبه في الجابهة اليسرى الجدوى الصادم جدا الجدول أني لعب واحد زي جوزيف نجويم أو لعب واحد زي علي معلول بيعادل جميع لعب الأطراف في نادي الزمالك اللي بيلعبه في اليمين او الشمال ده الان بوال صامر منهم تسع في الاربعتاشر مباراة منهم تسع وشرين سلام خلي بقى تسع وشرين ده اما تقسمه على الاربعتاشر يطلع نسبها قليلة شوية تفسر ان الاهل ما عندهوش مهاجم بيستعبل الكرات العرضية بشكل كويس ممكن هي ظاهرة اغلى في فرق الدور المصري لان فرق الدور المصري احنا ما فيش مهاجم بارس في الدور المصري ولكن المحاولات هنا بتبرز ان فيه هنا اطراف بتشتغل وفيه هنا اطراف غير قادرة على الارسلات العرضيات الزمالك مفتاح لعب الوحيد فتوح اللي بيساهم هجوميا مساهماته مش بيتيجي عن طريق العرضيات فتوح الموزم اللي فات من اهمل عبت الزمالك ارسل عرضية ازفرت عن هدف اللي هو ده في سيف الديني الجزيري في المصري مساهمات فتوح بيتيجي من الانضالاب من عمق الملعب من البساط من التزديدات انها فتوح على الاطراف نفسه مش مميز محمد عبدالشافي ارسل ثمان عرضيات ممكن عدد مباراة ولاية كلهم ما يجوش تقريبا علي معلول عامل ضعف كل البكات اللي في نادي الزمالك يمين وشمال اللي هما بيلعبوا في اليمين وفي الشمال خلي بالك علي معلول غاب شوية البوسم ده اللي هو فيه موتشات كده غابها ولقيلها مش كتير عشان نكسل عالم فدي مشكلة لو كان معنا لقطات لها حتبين لك كمان ان فيه اوقات اللعيد يعني حمزة المهسلوسة في مباراة الاتحاد اكتر من كرة كبتو تحلي النفع يعني يرفع عرضيات في مكان عنده وقت وزمن وما بيرصيرش عرضية بشكل سليم وشكلة التانية في الزمالك هجوميا نبقى لعب الارتكاز الاخر يعني الزمالك بيستخدم امام عشور ممكن ليه ساماته هجومية لعب الارتكاز الاخر عمر السيسي برضو ساماته الهجومية مش كتير جدا بس ممكن يبقى لنا اتطارك لها في وقت تاني عشان الوقت اخلي داود بقى يشارك معه طيب داود اللي اول عايز سمع رايك عن حمد فتحي ومستوى اللي قدمه امبارح ومش عايز الحلقة دي تخلص من غير ما اتكلمني عن خيد عبد الفتح طيب احنا بنتكلم عن حمد فتحي احنا بالنسبة لي حمد فتحي كان من اهم رجال المباراة هو العنصر اللي دخل بين نادي الاهل المباراة وفاجئ بين نادي الزمالك لو شفنا الخريطة اللي كان جايبها خليفة وجايب انا برضو خريطة مشابهة ازاي تواجده داخل منطقة الجزاء الزيادات الهجومية اللي عملها يمكن كمان احنا اتكلمنا عن حمد فتحي والكلام كان عليه كتير من امبارح لانه صنع هدفين وكان عنصر مؤسر جدا في النادي الاهلي فخلينا نروح لخلد عبد الفتاح لان حمد فتحي اخد كتير من حقه بزيادة خلان روح للعيب اللي عمل جيم كبير جدا بالنسبة لي واخد حقه برضو لان انا شايف ان هو عمل جيم كبير جدا خلينا نقول ان في البداية خالد عبد الفتاح هو ظهير ايمن من الموسم الماضي مميز جدا لكن كل تمييزه كان في جزء الدفاع يعني خالد عبد الفتاح كان عنده مشكلة دايما واحنا بنقيم اداءه الفني انه زياداته الهجومية غير مؤسرة وقليلة جدا في المقابل دفاعيا قوي جدا خلينا اقول لك رقم من لقاء القمة انبارح لخالد عبد الفتاح يوضح الى اي مدى الرجل ده كان متميز هو اكتر لعيبي النادي الاهلي فوزا بالسنائيات في المباراة باكملها نجح في 16 سنائية من اصل 19 دقة وصلت 88% وده رقم كبير جدا وقد يكون هو واحد من افضل لعيبة المباراة على مستوى الصراعات السنائية خلينا بس عشان الناس تقدر تعرف قد ايه الرقم ده كبير تاني واحد في الاهلي في القائمة دي بعد خالد عبد الفتاح محمد هاني نجح في 9 من اصل 18 نتكلم ان خالد عبد الفتاح نجح في 16 من اصل 19 نسبة 200% هاني نجح بنسبة 50% تقريبا ونتكلم كمان ان العدد اكبر ده كان الرقم لكن انا بالنسبالي التكنيكي اللي كان بيفوز بيه بسنائياته هو الشيء الاهم الكيفية اللي كان بيدافع بيها خالد عبد الفتاح هو الشيء الاهم خلينا نروح للفيديوهات لان ده الشيء الاهم اهم بكتير جدا من الرقم الرجل ده كان بيعمل ده ازاي هو الشيء المهم اللي موجود عند خالد عبد الفتاح خلينا نبدأ نستعرض هنا اللقطة الاولى هنا خالد عبد الفتاح هو اللي على مصطفى الشلبي لو هنرجع تاني للقطة الفعل الاستباقي ازاي طلع حط رجله هنا فعل استباقي من خالد عبد الفتاح نكمل في اللقطات اللي بعد كده كمان خالد عبد الفتاح جايبين له اكتر من اللقطة عشان نوضح الى اي مدى هنا بنتكلم في سراع هوائي مش ارضي تميز تاني وتفوق تاني من خالد عبد الفتاح لو استمرنا فيه بالزبط بالزبط لكن احنا نضضح حتى ان هو في الهوى كان قادر يجيد ويقدم مباراة جيدة كمان نكمل باية اللقطة كمل حالات راتو بالزبط نكمل دي اللقطة نتكمل برضو هنا ازاي عينه على الجزيرة هو شايف الجزيرة والجزيرة واحد من اكتر اللعين هنا الاكشن الاستباقي اللي بنتكلم عليه مد رجله ونقدام الجزيرة وقاري اللعب قاري الجيم بشكل كويس جدا فكان تميز كبير من خالد عبد الفتاح نكمل كمان في باقي اللقطات اللي موجودة معنا طالع على الطرف بيحن شوية لحيطة الزهير شاف ان الكرة بتتلعب من وراء الزهير ازاي قادر ان هو يروح يعمل التغطية بشكل مميز جدا وينهي الهجمة من مرة تانية كلها وضعيات مختلفة شفناه في الهوى شفناه على الارض شفناه بأكشن استباقي بالنسبة لي خلد عبد الفتاح قدم جيم كبير ومميز جدا وكمان انت قلت حاجة كمان في الانترو ان فيه تفكير ان هو يكون موجود كقلب دفاع اعتقد ان ده قد يكون استغلال جيد للاعب زي ما قلنا مميز جدا جدا دفاعيا لكن ما كانش بيقدم الاضافة الكبيرة هجوميا كمان فيه فكرة تانية ان وجوده على ناحية الزهير الايمان ممكن نقدمش اضافة كبيرة هجوميا لكن يدي اريحية اكتر لعلي معلول في التقدم من الناحية اليسرى ان هو يكون علي معلول مرتاح ان فيه لعيب تالت في خط الدفاع يقدر يأمنه دفاعي زي ما كان بيعمل اكرام توفيد بالضبط من ناحية تانية اللاعبي وسط نادي الزمالك تحديدا في الارتجاز والتحرك بيه الكرة او الخروج بالكرة يعني الزمالك دايما فيه بطء شديد لاحظته في المباراة الماضية والمباراة اللعب لكده انه فيه بطء كبير من اللاعبي الوسط في الخروج بالكرة بيحاولوا يتنقلوا التلاتة مع بعض الكرة كتير قبل ما تروح ليه المنطيار هجوميا تنقل كتير وفي نفس الوقت فيه اخطاء في التمرير مفيش قدرات عالية في الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط ومفيش قدرات عالية في التمرير يعني ها من ضمن مشاكل الزمالك الهجومي احنا بنتكلم من الزمالك عنده مشكلة في صناعة الفرص يعني بمعنى تاني لو بصينا الزمالك نتائجه في الدوري مش انه هو خسر من الاهلي المباراة الزمالك والاهلي مباراة معرض انت تخسر فيها التلاتة بنت وخسرهم الزمالك في الموسمين اللي كسر فيهم الدول ولكن الجديد الزمالك السنة دي يعني الزمالك مع كارتيرون كان بيفوز باللقاءات اللي هي كلاس سي في الدوري الفرق اللي بتنفس على الهبوط والكثير جدا من كلاس بي الفرق اللي بتلعب على المراكز المتقدمة وفاز قليل جدا يعني الزمالك كسب الدول وهم ما كسبش بيرامدز والاهلي في عشرين واحد وعشرين السنة العشرين اتنين وعشرين زمالك ما كسبش الاهلي ولكن كسب بيرامدز وعمل نتائج خليط من الفوز ومن التعدلات مع فرق الوسط زمالك السنة دي عانى جدا مع فرق كتير جدا مش قادر يفرض سيطرته الهجومية على معظم الفرق اللي الزمالك بيلعبها ما فيش جيم الزمالك بيخشه وتحسوا ان هو الليد اللي مسيطر وده احنا قلنا لعبة خط الوسط تعالى نعمل فوكس على احد لعبي خط الوسط اللي هو عمر السيسي اللقطات كنا محضرين لقطات من موشات كتير ولكن يعني اكتفينا هنا بما ان احنا جايين تاني يوم موش القمة هنتكلم في موش القمة اللقطات لعمر السيسي في التصرف في الكرة يعني تعالى نشوف نعرضها هنا ونعرض برضو لقطة لما مرت سرب بالكرة بشكل كويس يعني هنا لقطات لعمر السيسي هنا بص دي هجمة المفروض هنبدأ هجمة مرتدة هنا امام عشور بياخد مكان بص عمر السيسي بيختار انه يرجع حتى امام بيزعل ان هو الكرة ما تمرتلوش وعمر السيسي بيكلمه بص امام تاني بيطلب الكرة بيبقى زعلان زعلان هنا من ان الكرة ما رح تلوش في مكان الزمالك عشان يطور الهجمة لازم بقى فيه بص شجاع بص هنا عمر السيسي في نفس اللعبة بيروح يغبط الكرة في ديانج وهنا فيه اكتر من اللاعب وراء خط يعني فيه ثلاثة من لعبت الاهلي متمركزين يعتبر تمركز مسليم دي اللي كان مفروض يلف لا ايا كانت تتراح هنا على الشمال يا كريم تتراح على الشمال مش لازم امررنا نتسفك جزيرة انا بقولك لو صعبة عليه فكان دي بقى ممكن ترفي لا ايا لو رحت على الشمال هنا من ناحية امام او مصطفى شالبي كانت ممكن خط الاهلي يتضرب بخط واحدة من امام نيجي بقى لبا مرة عشان ابيين لك اهمية لعب الارتكاز اما يتسرب بشكل كويس لما بياخد قرى الشجاع زي تغيير الملعب بشكل سريع وبشكل قوي اللي بيحسن هاتوا اللقاط اللي بعدها يا جماعة على طول اه هنا بس الكرة هتتقطع هنا عمر السيسي هياخد الكرة هياخد بها خطوات بشكل جيد اما بيراوغ وبينقل الملعب دي هجمة الزبالك الوحيدة اللي لقى منظر في المباراة نقلة كويسة منه هتفضي زيزو هتفضي دونجا اللي سد التمريرة بدون ضغط راح اتعملت خطورة للشناوي يعني لعب الارتكاز اما بيسلم الكرة بشكل كويس وبشكل سريع وفي مساحة لزميله بتخلق مساحات وفرص فبالك بقى لما في طول المباراة بتهدر عديد من الكرات بتمريرات للخلف وتمريرات بالصيد الدنيا بتبعها من لازم دي انا معاك دي اقا واحدة وعرف انت معاك ارقام مهمة للاعبي في الدول المصري ارقام بشكل عام خلينا نبدأ نستعرضهم على طول بدون ما كمان نتكلم عنهم الناس بس بقى ايه عرفوا مين افضل لعبة الدول المصري خلال السيزون الحالي نبدأ على طول بالاكثر في المراوغات الصحيحة موجود معنا رقم واحد الياس الجلاصي واحد وسبعين مراوغة صحيحة بدقة خمسة وسبعين في المية وهنا الدقة مهمة جدا بالنسبة لنا ان الراجل بس اكثر واحد اه بالزبط والدقة كبيرة كمان يجي ورا محمد ابراهيم بستة وخمسين مراوغة لكن دقته ستة وخمسين في المية الياس الجلاصي خمسة وسبعين في المية ده رقم مهم جدا بعديه امام عشور اربعة وخمسين بدقة تمانية وخمسين في المية زيكو لعب حرس الحدود اتنين وخمسين بدقة اتنين وستين في المية اخيرا زيزو في الزمالك واحد وخمسين مراوغة صحيحة بدقة تلاتة وخمسين في المية بالزبط غالبا مابتزارش في الجزء ان ده بعد ثلاث سنين دي حاية الاكثر في التمريرات المفتاحية الصحيحة ودي النقطة اللي كنا بنتكلم من الزمالك مفتقدها بعد غياب اشرب من شارعي هنلاقي ان رقم واحد افشا بسبعتاشر تمريرة بالحاج لعب اسوان اللي مقدم سيزون قوي جدا بخمسهار تمريرة الجلاصي بيظهر لنا مرة تانية اتناشر تمريرة جوسف نجويم الزاهير الايصر لنادي فيوتشر احداشر ميدو جابر سيراميكا احداشر شريف رضا لاعب نادي سموحة باحداشر تمريرة الاكثر في التدخلات الصحيحة او التاكلز او اللعيبة بتحاول تراوه وهو بيقدر يفوز بالصناية دي مهند لاشين لعب خط وسط فيوتشر المميز جدا واحد وخمسين بدكة 2.7% بالظبط ده حقيق حميد ماء لعيب خط وسط في غازل المحلة واحد وخمسين بدكة 55% اكرم توفيق رغم الاصابة اللي اللي لحقت به لكنه لسه موجود حتى الان في القايمة دي وبقى على نسبة بالظبط 81% طبعا رقم كبير جدا 48 عبد الرحمن اسما وده لعيب جيد جدا في طلاع الجيش وكمان مروخ جدا يعني انا اتفاجئت بوجوده هنا ضمن اللعيبة اللي بتعمل تدخلات قوية جدا رغم انه هو لعيب مهاري ومروخ جيد 47% بذكر 56% محمد مصطفى ميدو الظهير الايمن لنادي اسوار 46% واحد وستين في المية ودي برضه ميزة الاركام انها اوقات بتحط الضوء على لعيبة مش واغده الصيح طب اخر حاجة عشان دي مهمة جدا التصديات انا عايز اخد من القصة دي كلها قبل الاخير اكتر حارس من ضمن اكتر حراس عمل خمس تصديات كلها حراس في فرق بتستقبل اللعب محمد عواد موجود معهم هنا من اكتر الحراس اللي عمل تصديات في الدوري وده يوضح قد ايه فيز في الزملك مشكلة دفعية ان محمد عواد حارس الزملك موجود ضمن اكتر خمس حراس عمل تصديات في الدوري يا داود انت شرفت ونورت حبيبي والله العظيم استمتعت جدا احنا مدينا وقت كتير جدا بس الحلقة معك انت وخليفة عبقرية جدا لا انا اللي سعيد جدا انا معك والله كريم شرفت الدنيا يا داود دا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب شكرا اشتركوا في القناة کرنا اشتركوا في القناة